موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزي مشاهدي قناة الالي في برنامجكم ملك وكتابة الكوميديا السوداء عنوان يلقص احداث الاسبوع الاخير فبينما الوسط الفن ينطفض للتطهير الوسط الرياضي يرقص إبراهيم اهلا بك باشماندس اهلا بك عزيزي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة هو الحقيقة في الحلقة 526 معاكم النهاردة الوسط الرياضي مش بس يرقص ده اذا كان الوسط الفني ينشد التطهير فالوسط الرياضي يعاني من التبوير التبوير الحقيقي لانه ما حدث في هامش القمة مية وعشرين القمة اللي تلعبت في اليوتوبيس حيذكر تاريخ مصر الكرة وحيذكر تاريخ الرياضة المصرية انه درب الاهل والزمالك احد اهم الدربيات على مستوى العالم واللي له تصنيف كبير جدا بين لقاءات الكلاسيكو المختلفة القوية في كرة القدم القمة مية وعشرين منه زلت مرتبطة او مربوطة الكرة فيها في اليوتوبيس بدل من تبع مباراة بكل ما فيها من فنون الكرة القمة مية وتسعتاشر مش القمة مية وعشرين تابعنا حركة اليوتوبيس الى ان وصل الى نقطة العودة فكانت صافرة الحكم بانهاء هذه المباراة لتتحول مباراة القمة بين الاهل والزمالك في استاد القاهرة الى تدريب جاد للاهل على ملعب استاد القاهرة استعدادا لساندونز الجنوب افريقي هوالا فيه متعلق بذيه المباراة يعني الحقيقة حققت مكاسب ضخمة جدا واصغرت فوارق كبيرة جدا اظهرت من هو النادي الحريص على استقرار الكرة المصرية ومظارها الحضاري اظهرت مدى التزام النادي الاهلي رغم خلافه الشديد بالجهات الشرعية وهي اتحاد الكرة وتعليماتها وتوقيتاتها وما يدور فيه اظهرت ايضا كيف يمكن ان ينشغل الاخرون بسيناريوهات لا علاقة انت لها بكرة القدم او الرياضة لمجرد افساد مشهد او انه ينجو من فخ معين او من مواجهة معينة يخشاها احنا هنا الفطرة نص ساعة الساعة الماضية والله ساعة تاريخية في حياة الكرة المصرية لانه تأكد للجميع بما لا يدع مجال الشك هو مين اللي عايزها تعمر ومين اللي عايزها الله اعلم طيب دقيقة الصمت اللي حضراتكم شايفينها اللي بدأت بيها القمة الملغاة كانت على روح واحد من شباب الاهلي ظهور الاهلي اليانع الحقيقة لانه بالامس رحل شاب من شباب الاهلي النابغة واحد من كوادر الكرة الافريقية حتى مش الكرة المصرية والدولية لانه برحيل عمرو مصطفى فاهمي اعتقد كرة القدم الافريقية فقدت اسم كبير فيها اسم شاب كبير كان عنده طموحات كبيرة وعنده جهود جبارة وعنده ايد نظيفة قوي لانه اللي عملوا من كشف الفساد في اروقة الكاف استحق معه الترحم على روحه التي فاضت بالامس بعد الصراع مرير مع المرض شيعت بالامس او شيعة جثمان عمرو فاهمي بكرة ان شاء الله التلات المهندس مصطفى فاهمي والعائلة تتلقى واجب العزاء في مسجد الشرطة في الشيخ زايد للمهندس مصطفى فاهمي واحد من رموز الناد الاهلي الكبار واحد من اصحاب اليد الكبيرة في الاتحاد الافريقي وتطويره عايز اقول لكم ان ده امتداد لجيل عظيم اذا كان جده مراد فاهمي وكيل شرف الناد الاهلي وكان احد مدربي ومدير الكرة في تاريخ الناد الاهلي عمه كمان او والد جده عزيز فاهمي كان حارس منتخب مصر في كاس العالم 34 والد المهندس مصطفى فاهمي في اروقة الكاف وكان ليه دور كبير جدا في مواصلة ليه الامور يعني لما تعلم ان صراعه مع المرض كان من ثان ونص لم ينشغل بمرضه ولكن انشغل بما اعتقده وطيقن انه مسئوليته وارسلته ايه بتدعم ما قاله الله اعلم بقى ما قال هذا الامر ايه هل يعني بوفاة الفارس والمناضر من اجل الحق حيبتدي بقى يعني اغفال الامر عن هذا ولا الاتحاد الدولي حيكملوا هذا على الارجح لما يقول لنا يا براءة يا ايدانا يقول لنا الحقيقة لكن انا اللي يعنيني الجزء الشخصي اللي في الشخصية دي هذه الشخصية الوعدة التي كانت تمتلئ او تشي بكثير من الوعود في تقديم كادر رياضي اقليمي دولي مهم جدا امتداد لأسرة عريقة الصديق العزيز مصطفى مراد فاهمي والذي كان في وقت ما عدن بمجلس دارة النادي الاهلي صاحب اليد النظيفة والمواقف المحترمة بنعزيه بنقوله نعزي انفسنا فقدت الكرة المصرية والعالمية واحد من انبل ابناء الحقيقة يمكن الشي المحزن والمؤسف جدا انه في الوقت اللي عمر الله يرحمه كان بيكافح هذا المرض الشارس جدا بكل الصمود وبكل الارادة وبحدش حتى هو ما كانش بيتكلم على ظروفه المرضية خالص لكن كان بيتلقى كل الاتهمات وكل الإساءات من قبل الآخرين انه بيعمل وبيعمل وبيعمل والراجل كان يعني في صراع عنيف جدا مع مرضه وما حدش رحمه كل لدرجة ان انا اقرأ انا قلت حاجة بسط غير انساني يعني يعني ما عرفش لو وصفته هوصفه بايه لحد غير انساني على تويتر الى مش عارف الجحيم شمتان في المودة رحل غير مأسوف عليه هذا وهذا 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 انتم متخيلين الامور ممكن توصل للمرحلة دي رعا من في وقته لم يتضر اي قرار لا وعلاقة لا بالأهل ولا بالزمان وايه علاقة عمر فاهمي ده نسب اليه اصددال شاب اللي ادى الاهل ناد القرن يا سيدي ساعة لما الاهل خاد ناد القرن عن جدارة واستحقاق كان عمر شاب صغير قوي ما بيمرسش اي حاجة يا راعة الاكاذيب والكراهية ما هو ده انما تصل الامر ان انا اقرى تشفي واقرى رجل لروح واحد هو في العالم الاخر الف رحمة ونورة على عمر مصطفى مراد فاهمي ربنا يا رب يغفر له ويسكنه فسيح جناتي وقال المهندس مصطفى فاهمي وقال فاهمي الدعاء بالصبر والاحتساب ان شاء الله القمة الملغاه وقفت دي احداد او دي اصمت حسب ما الاتحاد المصر وكرة القدم اعلن النهاردة ان المباراة تبدأ بدقيقة حدادا على روح السكرتير السابق للاتحاد الافريقي عمر فاهمي وبعدها استحقت الكرة المصرية كلها ان توقف لها دي احداد حسب ما قالت مواقع كتيرة جدا لانه الصورة اللي النهاردة الناس شاهد تابعت كل تفاصيلها خلت الناس فعلا تأسى وتحزن على ما وصلت اليه الكرة في مصر لا دي التفاصيل كمان السيناريو الركيك الغير محكم امتداد للسيناريوهات بقالها كم يوم سواء في تبرير العقوبات او في المستندات خلي بقى لك يا سيد زبرين في الحتة دي بس عشان نوضح تاني وتالت ورابع لجنة الانضباط بيجي لها اوراق بتحكم فيها المشكلة مش في احكام اللجنة المشكلة في ما يقدم اليها من مستندات انت قد تخفي الحقيقة وقد تقدم حقيقة لا تنطبق مع الارض الواقع وانت لجنة تقول لنا كشاهد عيان هناك ايه اللي شوفته يعني لما يقال وان كان ديليا فقرة ان كهرباء خد اقصى عقوبة لانه الذي بدأ الشرارة هنوريكم بصورة وصورة مين اللي بدأ الشرار طيب ما نيجي نجيبها من الاخر النهاردة بعد صفرة الحكم اللي تواني اللي استقدم لادارة مباراة ارتبطت بحركة اوتوبيس للشارع يعني معلوماتي انه استغرب انا مشوفش كده معرفش مباراة كانت تحتاج حكم ولا تحتاج سواء اتوبيس عشان يقول العطل وصل لفين والحكاية يعني ما اعتقدش اتحاد الكورة انت شفت اوتوبيس اتحاد الكورة يا جماعة ينزل في الشارع رمزيس ويقول له مصلي عباة اذا تخش قدرته المية شفت كده ويروح داخل بنزينة وهم راحين الاستاذ يغيروا عن يعني هل دي مباراة كانت عايزة فعلا حكم اجنبي ولا عايزة سواء اوتوبيس ينقل الحقيقة او ينقل الفيتس بتاع الاتوبيس دي فعلا دي المضحكات المبكيات زهنية اللي بتاع دي المضحكات المبكيات بجد اتحاد الكورة المصري بعد هذه المهزلة اللي كله تابعها واللي نقلت صورة سلبية جدا صورة قاتمة عن الكورة المصرية رغم كل ما بوزل في تنظيمها من رجال الامن هتشوفوا تفاصيل قد ايه رجال الامن في الشارع المطرة بتمطر والناس في الشارع مصممة جدا على اداء واجبها وعلى تأمين حافلات الفرئتين والحكام ووصلهم في الموعد المحدد او زنبهم ايه الناس دي ان شانت اي اعاق لوصلهم يعني يشوه عملهم ان الناس تتلكك لها ان ما عرفناش نوصل يعني كل السيناريو ده عشان يقولوا احنا اتأخرنا عشان ما عرفناش نوصل طيب اتحاد الكورة بقى باعتباره الجهة المسؤولة عن المصيبة السودة اللي حصلت طلع بيان بعد هذه المباراة قال على صفحته نأسف لهذا المشهد نأسف لهذا المشهد عدك العيب وستطبق اللائح علما بانه تم التنسيق مع الامن وقد تبين لنا انه لا توجد اي عوائق تحول دون وصل حفلتي الفريقين الى ملعب المباراة بدليل وصول واحدة منهم بدري قوي يعني كل ايتيوبيس فرقة عايز يوصل في المعاد بتاعه كنا مأمنين له المسألة برغم الامطار وزي ما قلتلكم من يجب ان يحيا ومن يستحق التحية في كل المشهد ده رجال الامن اللي في الشارع الناس اللي بزلت كل جهدها والناس اللي قدت دورها بالكامل والناس اللي كانت مرحبة بتنظيم المباراة واللي بتتأهب لاستقبال مباراتين افريقيتين كبار يوم تمانية وعشرين الزمالك والتراجي وتسعة وعشرين الاهلي مع ساندونز عارف مين اسعد دين هي دي جهة اللي تستحق فعلا هذه التحية عارف مين اسعد الناس اللي كان وراه اوتوبيس الزمالك فوق كوكوبر 6 كتوبر لان الامن فضلهم الطريق لحد اللي استئد اه ففوق انه نزل في شارع رمسيس اي اي عام الحكاية عليك اه عايزين نخش دورتو المال شفتها دي طيب ما تخلينا ما بقاش الكلاب على لساننا لانه انتوا تعودتوا حتى في مالك وكتابة منهجيتنا دايما وابدا المصدر الرئيسي اللي المعلومة لما نقول في اوتوبيس بطل احداث القمة مية وتسعة تاشر فالاوتوبيس تابع لشركة سياحية هذه الشركة تحدث رئيسها او المسؤول فيها الاستاذ سامي اه اه طلخان للزميلة الاستاذة لميس الحديدي في برنامجها اليوم عقب انتهاء المباراة او عقب تعطل للأوتوبيس او عقب عودة اللي اوتوبيس دي مرادفات الازمة مية وخمساش احنا بتوع لأوتوبيس مش احنا بتوع القمة مية وتسعة تحدث مسؤول الشركة السياحية اللي كانت مختصة بالأوتوبيس بطل الوقع مع لميس الحديدي نسمعه استاذ اسلام طلخان مدير السياحة بشركة دانا للسياحة المسؤولة عن نقل فريق نادي الزمالك خلينا حاول نستوضح منه الوضع استاذ اسلام مساء الخير حضرت اولا انتو الشركة المسؤولة عن نقل نادي الزمالك او نقل فريق نادي الزمالك النهاردة مساء الخير استاذ راميس مساء النون اه بالضبط كده احنا الوضوبيس تحجز النهاردة معنا تقريبا تحدث شعر تلاتة العاص الوضوبيس توجه للنادي كان تحدث تقريبا كان معاد ومفروض الساعة 4.5 اه يعني معادك ان انت تتحرك من نادي الزمالك 4.5 من نادي الزمالك اللي هو في المهندسين مضبوطي ايه اللي حصل بقى استاذ اسلام اللي حصل ان هو الوضوبيس اخذ مصاره على كب اكتوبر لغاية رامسيس اللي عيب اوقف الوضوبيس في بنزينة في شرع رامسيس انه هما يدخل الحمامات بعد كده اللي عيب استقلت تكوسة ورجعوا الوضوبيس مع العمال او الاباريين بتوع الحبيب على النادي لا تال معلش تاني هما وقفوا الوضوبيس في شرع رامسيس وانتوا ليه ما كملتوش اكتوبر نزل الوضوبيس من على اكتوبر بحاجة ان هو هيدخل الحمام اه فهم عايزين كانوا يدخلوا الحمام فدورتوا على بنزينة عشان يدخلوا الحمام مضبوط وبعدين بعد كده العيبة فضلت في البنزينة تطرش يعني وبعد كده اخدوا تكوسة هو الاداري طلب من الوضوبيس ان هو يرجع التاني على النادي هل كان فيه مشاكل في الطريق هو النهار ده بصفة عامة كان الطريق اصلا مزحم بسبب الامطار لكن لا ما كانش فيه مشكلة بالنسبة للوضوبيس في اي حاجة هل الوضوبيس اتعطل لا لا نهاية الوضوبيس اوضح لحفريك الوضوبيس زوت مرسيد الستمية موديل 2019 لسا عامل سيانته في التوكيل يوم 13 اتنين هو ماشي 60 الف كيلو هل كان فيه فتحت فتح الكبوت هل فتحته الكبوت في حاجة حصلت مفروض الاوتوبيس زوت متراقب بالجي بي اس واحنا كنا متابعين الاوتوبيس على الجي بي اس متابعين الاوتوبيس بالجي بي اس كان معاكو عربية شرطة مرافقة في عربية شرطة كانت مرافقة ليه ابتبقى تقريبا من رمسيس من رمسيس اه اه كنتوا وحيفتوا الساعة كان في البنزينة بتاعت رمسيس لا تحديدا التوقيت اه يمكن في حدود الساعة يمكن ستة ونص او سبعة اللعيبة قعدوا قد ايه في البنزينة ما عنديش الفترة الزمنية بالضبط والله سيدا ميس انا لسه بحصل الثواق انا لسه هشوف الثواق دلوقتي بس يعني يعني القصة يعني وهناك عند البنزينة طلبوا من نوكو ان نوكو زمالك دي اول مرة اول مرة احجزوا معكم اه شكرا استاذ مدير السياحة بشركة دانة المسؤول عن نقل فريق نادي الزمالك النهاردة احنا حبينا ان احنا يعني نعمل شغلنا الصحفي و نعرف كل المعلومات اللي حول هذا الامر يعني ستة ونص سبعة قالوا لو انزل دخلنا اي بنزينة احنا عايزين نخش دورة المية فين في شارع رمسيس بينه بين الاستاذ اتنين تلاتة كيلو يعني يعني الحصرة كانت الى درجة انه مايقدرش يكمل هو بيقولك من شارع رمسيس وليتو بسد فيها حمامات بالمناسبة وبيقولك الامن كان معهم بقى مستعلموا الطريق هتكتشف ان الامن مستعلموا الطريق لحد الاستاذ فعلا بالمعنى الحرفي يعني كان قدامهم مساء عشر دايق يا سيدي تلت ساعة من ستة ونص سبعة يعني كانوا بكترها هيكونوا سبعة سبعة وربح في الاستاذ شوفوا يعني علشان برضو تشوفوا الخدمة الامنية كانت على اعلى درجة من اليقظة وتقديم كل التسهيلات لحافلة الاهل والحافلة الزمالك والأيوتوبيس الحكام او العربية اللي نقلت التقنم الحكام الليتواني هتشوفوا حتى على صفحة الشرطة المصرية احدى الصفحات النشطة على الفيسبوك متابعة لخط سير للموضوع كله لانه بقول لكم مباراة بتتلعب مع الأيوتوبيس ما بتتلعبش في استاذ القاهرة صفحة الشرطة المصرية قال التعمد نادي الزمالك تعطيل حركة السير الآن اللعيبة سابوا الأيوتوبيس وبيركبوا سيارات اجرى بعدها بربع ساعة قالوا الأيوتوبيس نادي الزمالك وقف على كوبر اكتوبر بحجة انه عطلان رغم ان الخدمات المرورية عملت اللازم وفضت الطريق وبعدها الأيوتوبيس دار ونزل شارع رمسيس ووقف عند الكشك اللي جنب مسجد الجماعية الشرعية ونزلوا ويشتروا حاجات من الكشك ودخلوا المسجد يصلوا تخيالوا بعدها يعني نفس المتابعة لحظة بلحظة في تواجد اللعيبة ونزلها لكن قالوا بعد كده بعدها بساعة نأسف لهذا المشهد وسلتطبق اللايحة ونقلوا عن اتحاد الكرة البيام الرسم بتاعه وقالت صفحة الشرطة المصرية دقيقة احداد على روح الكرة المصرية للأسف حاجة تكسف منظرنا ايه قدام العالم ده ما ورد على صفحة الشرطة المصرية احد الصفحات الكبيرة اللي معنية منك والمشهد قدامنا اتوبيس الاهلي وهو قبل المعاد بالوقت الكافي بيوصلوا بيستعيد للمباراة ما اظنش يعني يعني اللي جاي من منطقة يعني طبعا عن حفلة الزمالك كثيرا يعني اه ده اللي هيخلي دلوقتي دي الحكام برضو طاقم الحكام اللي تواني بالمناسبة يا جماعة دول اربع حكام يعني بيجي طاقم كامل الواحد فيهم في اليوم بياخد بوكت ماني خمسمائة دولار فبيقعدوا او بيتصرف لهم تلات اربع تيام يعني شوفوا لو الحاكم الواحد في اربع تيام يعني الفين دولار اللي هو واحد منهم في الاربع يعني تمن تلاف دولار مصروف جيب شوفوا تذكر الطيران كام وشوفوا الاقامة في فندق خمس نجوم بكام فبتتكلموا على انه مشهد البطل فيه ايوتوبيس كلف اتحاده الكرة مفترض حوالي خمساشر الف دولار او يزيد يزيد طبعا انت اللي ما بتقدم بيطلب منك ثلاثين الف دولار او خمس عشر الف دولار بصوا يعني النادي اللي بيطلب حكام اجانب بصوا احنا بنهرج بكام بصوا شوفوا احنا يعني بنهزأ وبنهرج بكام في مشهد زي كده بيكلف اتحاد الكرة قد كده بلنا ما عايز اعرفه يعني الحكم وهو في الملعب وعنده معلومات ان المطش سبعة ونص اما يجي يتقلق المطش حتاجل ساعة ايه الدافع ايه الدافع اللي تقلق عشان ايه اوتوبيس طلع أربعة ونص من ناديه عشان يوصل الستاد اللي علي بعد أقل من سبعة تمانية عشان يوصل كيلو. عشرة كيلو هسيدي. اي. يعني فعلا نوصل ستة ونص. اي. يعني يوم ما تكون الدنيا تاتا تاتا خط العتبة. مش كمان معاك شرطة بتوسع لك الطريق. وتكتشف ان الشرطة كانت موسعة الطريق. ام. لكن هتروحوا ايه? هتروحوا فين? لفكرة الزواجات المعايير. وهي البطل في مصرحية المهزلة. مصرحية الكرة المصرية في اللي توبيس. ازدواجات المعايير. النهاردة مسؤول اتحاد الكرة يبلغوا حكم المباراة. الراجل رايح وزبط الساعة وكله بيتكلم على سبعة ونص. وبعد ما عمل الاحماء بتاعه هو والمساعدين وبعد ما الاهل يسخن على ان المباراة سبعة ونص. فاجأة يجاله التعليم لا. خليها خواجة تمانية ونص. ليه هو كده? ازاي? لا هو ده. الزواجات المعايير عند الناس اللي بيحكموا اتحاد الكرة. تخليهم ما يفتكروش ان لسه مباراة المقاصة ووادي دجلة. وقت ما كان المقاصة من بضعة اسابيع بيقوده احمد حسان ميدو. اتأخر فريق المقاصة عن مباراة ودي دجلة. قرار على طول الرجل الزناتي مدير لجنة المسابقات لما كلموا الكابتن وليد هودي مدير الكرة في المقاصة واحمد حسان ميدو قال لك لا. هم عشرين دقيقة احنا اللايحة على الجميع. هي عشرين دقيقة من معاد المباراة وبعدها المباراة بتنتهي. هي نفس المعايير. النهاردة ما كانش فيه مشكلة. الشرطة المصرية شفته التسهيلات اللي قدمتها والمجهود الكبير اللي عملوه. باستمرار علشان الامور تمشي كما رتب عليها بين كل الاطراف. هستبقى الاحداث. اه. هيجي واحد يقولك. هو انتو نسين ماتش الاهلي واسموحة. لما النادي الاهلي. وكان فيه ناس بتمنع ان يخرجوا من اللوكانضة عشان يروحوا. الماتش وتآخر اه. حوالي ساعة لربع. وبعدين الماتش تلعب. هقولك الفارق بقى. الفارق ان النادي الاهلي كان عايزه عنده الرغبة. اللعيبة خرجت من الابواب الخلفية وراحوا كل اتنين تلاتة بتاكس. هم مساعر ان يروحوا المباراة. اه. حدش طالعب ليه بيوم تلاتة قالك مش هلعب. اه. وكان فرص مجال فعلا لان كان فيه جماهير بتمنع خروج اللعيبة من الفندق للتوجه الى الملعب. كلنا عارفين الاحداث. وتدعيات. النقطة التانية والاهم. انه تم استئزان نادي سموحة. الاهلي مش عارف يخرج بمولوكانضة. ربما نضطر نأجل من نص ساعة لساعة لربع. فالاستاذ المهندس فرج عامر مشكورا. وتلعال كده. طيب. ادي ودي دجلة هي. في شكوى وقتها من انه متاخر عن المباراة وشوفه. ده كلام احمد حسام ميدو. مباراة ودي دجلة والمقصة في بداية الموسم. نا. تعطلنا في الطريق بسبب الامطار نفس المشكلة. وخطبنا حسام الزناتي باننا لا نستطيع الوصول الى ملعب المباراة. في الوقت المحدد. وكان رده قاطعا على وليد ودي مدير الكورة بالمقصة. ان انا اذا لم نبدأ المباراة بعد عشرين دقيقة في موعدها فستتم احتسابنا مهزومين. كلام. بصوا نفس الوقع ونفس الامطار ونفس المسابقة. واحمد حسام ميدو الراجل مش هيقول ده يعني آآ تجنيا على الموقف الحالي. بالعكس. هو كان طرف في هذه المشكلة وقت ما كان مدير فن للمقصة. لامت احنا نفضل شغالين بالشكل ده. لامت المسابقة تدار مع ناس بحاجة ومع ناس بحاجة تانية خالص. هارجع تاني للا ناحية الاجرائية يا استاذ براهيم. اه. يعني انت لما بتيجي بتقول في فريق جه والتزم ووصل في معاده وسخنوا على رأيك دي حاجة فنية. اه. طيب. اه ممكن يتأثر هو بالكلام ده. من ناحية الفنية. والمعنوية. وحاجات كتير جدا. طبا ديس ادفانتج او او نقطة سلبية له. فالمفروض انك بتاخد اذنه. مش بتختاره. الاهلي بتاخد اذنه ولا تم اختاره. غالبا تم اختاره. لاني كان فيه دهشة. وغضبة. من التأجيلة. يعني. فانت بتستنى. وبعدين يا ريتك استنيت ساعة. ده انت مفروض تستنى ساعة. وعشرين دقيقة. لا استنيت ساعة. ونص ساعة. ما هو هو لما اجل لتمانية ونص. ها. المعادل اللي هيبدأ يعد منه العشرين دقيقة. من تمانية ونص. هاي. يبقى تسعة لعشرة. والوقت الضايع. ها الوقت الضايع. ما حسب بدل الوقت الضايع. اللي في البنزينة. اللي في البنزينة. شر البلية ما يضحك. حسب الوقت الضايع اللي خلت اللي ضع في البنزينة. فامتدت المسألة التسعة ونص. احنا احنا اللي يعنينا طبعا ده موضوع. لكن هو نادي الاهلي النهاردة. ادير ولا كسب? ام. اولا كسب استمرار الانتصار الستاشر. على التوالي. بدون هزيمة. وان كان هزيمة مرة بالانسحاب. مش زابه ان في حد مرداش اواجه. النقطة التانية. انه. اتسع الفارق بينه. وبين الذي يليه. لسبعتاشر نقطة. النهاردة بيقول حنطبق اللايحة. استاذ عمر. الجنين يطلع من الاستاذ عمر قديم. بالامس. وتسأل في هذه النقطة. لو الزمالك ما راحش. قال له هنطبق اللايحة. قال له ايه اللي هي ايه. قال له هيتخص. طبعا هتعتبر مهزوم. فهيتخص منه الثلاث نقاط. ويتخص منه ست نقاط في نهاية الموسم. الا انا مش فهم سبب. ترحيلها لنهاية الموسم. دي بتقودني بقى لناحية تانية. خلاص النادي للي بقى سبعتاشر بنتو بقى المسألة يعني صعبة. ام. لكن في اندية بتنافذ على المركز التاني. صحيح. مين الاندية دي. بقى ليه العرب. بيراميدز. بيراميدز. التحاد السكنداري. اه. الاقرب للمنافس. اه. لو تشال الست نقاط. وده حقوم بقى. مش حقنادي اللي قال لي ماليش دعب القصة دي دلوقتي او مش فارقة معاة او. ام. باذن الله يعني. ان شاء الله. لكن الاندية دي. ليه حقوق. هتعمل فيها ايه. لازم ياتحاد الكرة وانت بتفكر في في عدم تطبيق الله هتفكر في ان حتواجب. حتواجب باني الناس بتقولك ليه. وعشان ايه واحنا في ايه. الموضوع يا استاذ ابراهيم. هو كوميديا سوداء. لان لما يترتب هذا. وعلى فكرة. برضو انا عايز صاحب الشركة حقق مع السواء او يتحقق من السواء بلاش حقق معه. لان معلوماتنا والناس اللي كان بتتابع لحظة بلحظة. ورا الاتوبيس وبتبلغ الناس كلها. ها. ان الاتوبيس كان ماشي الهوينة ها. بتفسح. اربعين كيلو. ام. ما هوت قال له بقى. والطريقة. اه. و بعدين في لحظة ركن على جنب ووقف. يفحص حاجة في في المطور. وبعدين نزل رمسيس. ترتيب الاحداثة انا مش اه. يعني هي اتسردت لكن انا ترتيب ممكن يبقى فيه نق حاجة قبل حاجة. فانت ما الاول انت شايف انك انت بتتلكق عشان ما توصلش. لحد ما وصل بنزينة لقى الناس ركبت الاتوبيس وقالوا ورجع انت. ركب التاكسيات ورجع انت. اه طبعا احنا بنطرك الامر دلوقتي لان ضرورة هيبقى فيه جراء واتحاد الكورة طلع بيان واضح. اتحاد الكورة طلع بيان وقال اللي حصل واشاد بالموقف الامن وقال انه كان فيه تنسيق وده شيء مستحق. لكن احنا هي القضية مش قضية الزمالك ولا قضية الاهلي ولا قضية الترتيب. قضية صورة الكورة المصرية. صورة الكورة المصرية والقائمين عليها. اللجنة اللي بتدير اتحاد الكورة برئاسة الاستاذ عمر الجنيني. لجنة الفيفا لما اختارها كان بينشد فيها قدرات خاصة متميزة في كفاءة معينة على ادارة مرحلة انتقالية صعبة. نعد منها لما هو افضل. من الوضع اللي كان موجود مع المجلس اللي فات. هل الامور ماشية بما اريد عليها? هل فعلا الاوضاع اللي انتو شايفينها تشي فعلا ان احنا هنقدر نتحرك من المنطقة دي ايه لما هو احسن? هل المعايير سابتة في التعامل مع كل اندية المسابقة? هل ما شك منه احمد حسان ميدو من وقع للمقصة اتطبقت النهاردة? كل الكلام ده بيفتح باب جدل كبير جدا. لانه استاذ عمر الجنيني برضو ليه كل التقدير. ما بنتكلمش حتى البعض اللي بيلوم في حاجات معينة هنيجي عندها فيما يخص مباراة السوبر. لكن انت بتقول انا عندي ليحة وهطبق الليحة. وقابل كده مع الاستضافة الشهيرة مع الاستاذ عمر اديب مع توليه المسئولية. قال لك مفيش جدول حيمش زي الساعة. مع اقول اللي عايز ينسح بينسح فهتطبق عليه الليحة. وما فيش حد يكون فوق العقاب. نفسنا كده. لما يخطئ الاهلي. واجه الاهلي. حاسب الاهلي. عاقب الاهلي. يخطئ الزمالك حاسب الزمالك وواجهه. بس هنا حاسب وعاقب. بس نبقى فاهمين. انت بتحاسب بايه. استندت على ايه. وايه المستندات اللي تبحثت. بالزبط. مهمة جدا. ايه المستندات اللي بتروح لجهات التحقيق. لان دلوقتي احنا ما عندناش. بص اصد براهيم. احنا 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 الترتيب الحلقة ممكن احنا اللي انا نفسنا بتكلم في حاجة. هو شوارب عايز يطلع فاصل لانه طويلنا عليه شوية. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل. ازا كانت دي قزمة اليوتيوبيز فقزمة ابو ظبي كبيرة اوية. اه نتكلم فيها بس حالة. بعد الفاصل. طيب باش مهندس احنا شوفنا مش بس المهزلة اليوتيوبيز والتفاصيل اللي حصلت اللي اتحاد الكرة نفسه اتكلم فيها واشات بدور الامن والتنسيق معاه. لكن على ذكر فكرة ازدواجية المعايير اللي انت بتطبقه على مصر المقاصة في مباراته مع وادي ديجلة ملكش اللي عشرين دقيقة رغم انها كانت المطر ما عرفش المطرة ساعتها كانت مطرة شكلها ايه والنهاردة كانت شكلها ايه. نفس الواقع نفس المسابقة والقرار مختلف. واده نفسه اللي حصل مع مدير ادارة المسابقات الاستاذ حسام الزناتي. اولا هو المنسق لمباراتي القمة. مبارات ابو ظبي هو الرجل المنسق وموجود في ارض الملعب. مش محتاج تقرير. ده انت اللي بتكتب التقرير وانت شاهد العيان على الوقاعة. ما اللي قفين بقى استاذ ابراهيم. ما ده اللي انا بقوله له. كتب ايه. ما نعرفش. هو يكتب لمين? ده هو مرائب المباراة. هو هو منسق المباراة. تكتب لنفسه. ثانيا طيب. الاستاذ حسام الزناتي منسق هذه المباراة. طرق حامد. لجنة الانضباط ما حاسبتهوش. ليه? قال لك الآن ما بناخدش بلغة الشفايف. لا بجد. طب بتاخدوا بايه? ده لجنة الانضباط معنية بان هي تتخذ من العقوبات ما تراه في ضوء المشاهدات والشواهد والتقارير او ما لا يرد في التقارير. هي مش لجنة مسابقات. لجنة المسابقات هي اللي دايما وابدا مشكلتها في التقارير المرائبين. هي بتستند الانضباط لجنة الانضباط ومشيتها واسعة. ده هي بتحاسب على ما تراه. هي معنية بارسال انضباط. فلما يبقى مدير ادارة المسابقات موجود في ارض الملعب. والكابت محمد فاضل عضو مجلس الادارة موجود في ارض الملعب وبيخلصوا ويحوشوا. وشوفوا طريق حامد عمل اللي عملوا. ولا يعاقب. لا يعاقب. والسبب ان لجنة الانضباط طول قصة ما بناخدش بلغة الشفايف. وكأن الكلام كان سر. رغم ان كل الناس شافيته وكل الناس لو لا خدش الحياة العام حنجيب لكم حتى حركة الشفايف كانت بتنطق بايه. لأ والتهاجم يا استاذ برين بلحظة واحدة. عايز بس في نبي ونبي وانت بتكمل يعني معلش احنا. عشان لو ما 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 راحش الحاجة انت حضرتك بتقول لاني رجع على تان. هو راح بيتهجم. مكسر ومندفع. ورايح في اتجاه بشكل عدائي. وبيجسم. يعني حاجة حاجة ازاي يعني. مش هي اللقطة دي. هو نقط عشان يتجنبوا. اللي بعدها. اللي ولا دي. ولا دي. طيب. اتفضل باشي ما انصر. فالمسألة مسألة فيه. لان احنا برضو مش 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 عايزين تطلع حتى لغة الشفايف نفسها لانه فيها. اهي اهي اهي. اهي. اهو. كفاية كده الشوارع. لا كامل الحركة. لانه المعنى وصل لكل الناس الا لاتحاد الكورة. الحقيقة. ده بيشم مين? اه. بيشب كهربا. اه. وبيزقوا. اهو. بيعتلي عليه. بصوا ازاقف وشه. ما بتاخدش بالشفايف. ما بتاخدش بالايدين. بالايدين. ومن ساعة ما نزل كهربا بيتعرض لهذا النوع من الاعتداء. اه. لما هو كهربا كان يعني هدف. وحنشوف تصرفات وقرارات انتقامية. القاود بتاع حزم امام اللي دفعه في صدره واقع على ظهره. اه لا دي حاجة تانية كبيرة. بس بس في جزئية طارق حامد وازدواجية المعايير. والحاكم شايف الوقعة وبيجرع عليها. اخوة احنا اتحاد الكورة. يا عم اللي تعمله مع الاهلي اعمله مع الزمالك. واللي عقبت به المقصة عاقب به الزمالك. يعني دي ده اللي. واللي عقبت به حرص الحدود عاقب به الاهلي. لكن ازدواجية المعايير تخلينا مع طارق حامد نفكركم حاجة. طارق حامد يضطرد فراسه الف سيف مش خارج من الملعب. كده. ويتوقف اللعب. وانتو فاكرين اللقطة اياها. طيب. بعدها طارق العشر. كابتن طارق العشر. هو مدرب حرص الحدود في مباراة الزمالك. يضطرد ودمغود ناشفة مش هيخرج من الملعب. فيما بين الشوتين. النتيجة ايه? عشان رفض القرار. خد ثلاث مباريات. الملعب هو الملعب. والمسابقة هي المسابقة. والكرت هو الكارت. والتصرف والتصرف. واحد. خد كارت احمر مرضيش يخرج. ضربنا طناش. ويا درما دخلك شره محدش خد باله. وعصابية ملعب. وكلام بتسمعه كتير. اي تفسير. مدرب. لحرص الحدود. يضطرد. ما يخرجش. الامتسال لقرار الحكم ده واجب على كل الاطراف. مدرب لعب. لكن لما طارق العشرة يرفض الامتسال ياخد ثلاث مباريات. لما طارق الحامد يرفض الامتسال ما ياخدش اي عقاب. لما ييجي يزوء كهربا بوشه بيداف وشه ما حدش يتكلم. ولما الشفايف تنطق بكل السوق اللي اللي ظهر للكافة. وحتى في الامارات كان شكلنا وحش. قوي. 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 عايز اقولك حاجة. حتى حركة شيكبال. انا اكتر حاجة زعلتني. ان المدرجات فيها بنات وسيدات كتير. قابلت بعديها واحد من دكاترة مصر الكبار في جامعة الامارات من علماء اللغة العربية الدكتور احمد عفيفي. قال لي انا كانت معايا زوجتي. وبنتي ومرات ابني. قال انا حمدت ربنا ان هما انشغلوا مع بعض بيتكلموا في اللقطة بتاعت شيكبالة. قال لي انا حطيت وشي في الارض. لانه كنت خاجلان جدا. في مجتمع مجتمع محافظ جدا. فيه اسر كتيرة موجودة في المدرجات. فيه جماهير للاهل جاية من كل مكان. وجماهير للزمال الجاية من كل مكان. وفيه بنات وفيه اطفال وفيه. ناس كتيرة ما يستحقوش ابدا نقدم لهم الصورة اللي حصلت. عشان كده كنا مهتمين جدا. انه حتى اتحاد الكرة او لجنة الانضباط. لما تبقى معنية انها تحافظ على صورة الكرة المصرية. وممارسة حالة الانضباط وفرض النظام والاخلاق في الملاعب. تشتغل وهي حريصة على المنهج ده. نرجع تاني للقطة الطارق حامل تحديدا. اه. لان انا لما اقول ما باخدش بلغة الشفايف. اه. يبقى انت ما كملتنوش. ما بعدتش للجنة الانضباط بقية اللقطة. اه. اللي فيها تهجم. هو رايح مكشر وبيشتمه. ورايح بنية الترصد للاعتداء عليه. اه. واول ما وصل له راح زقق في وشه. اه. وبعدين يقول لك اصله. اه. يعني اه. ساق بيتشتم. يعني. ما علينا. طيب. فيدي. لا خدت بحركة الشفايف ولا خدت بحركة الايد. والعقوبات خالد تماما من اسم طاري حامد. لا بالشفايف ولا بالايد. ممكن يجي يقول لك ايه. ما هو اه شكبالة بيتصدق. ده بيدفع عن نفس. ده واحد داخل يعتدي عليه. كهربا ترسل. اه كهربا. اه. هيعمل ايه. يعني هيعمله ستوب. يوم يروح زقق. بصوا بقى. لا بياخد للا بالشفايف ولا بالايدين. ما بياخدش بالرجل كمان. مع ان هي كرة خدم. اتفضلوا. ايه رأيكم في هذا الكلام. اتفضلوا. ده الراجل بير مقاوت. كهربا بير مقاوت. في مجل الاحتكاك. بصوا الجمهور. هتقول اللقطة دي. حتى اللقطة نفسك. اذا كان حصل في العالم قبل كده. قولوا لي بقى اللعبة واقف. وكهربا بيلعب اوت. اتفضلوا. في مجل الاحتكاك. اه. ولا ده تعاملوا. بصوا الجمهور اللي وراها. لما الكادر يفتح. بص شاف. شاف. عشان بقولك من اللي اثاره الجمهور. اه. بصوا بقى ثورة غضب الجماهير من اللي شايفينه قدام عينيهم. يا جماعة العدل مطلوب. الراجل من ساحة. عاقب الاهل على ما يصدر منه من اخطاء. وعاقب الزمالك على ما يصدر من اللعبيه من اخطاء. لكن لما لقطة زي دي. لا ياخد انظار. ولا لجنة الانضباط تجيب له سيرة. لا. لا. ومطلوب من كهرباء. يقفل لسانه ما يتكلمش. اه. واحد يزقه بيديه. والتاني يدفعه بيديه وبرجليه. وما حدش بيتكلم. ايه ده بقى? فين فين فعلا العدل وفين الحرص على ارسال انضباط بين الجميع. كربا ليه اخطاءه? استحق كارت احمر من الحاكم. وقرار الحاكم يحترم. تقديره ايه? هو حر فيه. ما ما نقدرش ندفع عن خطأ ابدا. لكن ماذا عن بقية الاخطاء? ماذا عن بقية اللاعبين? شيكبالة. اللقطة اللي انتو شفتوها. كابت المتحد شلبي لخص المسألة في حدوتة الفرق ما بين كهرباء وشكبالة. يعني انت قلت كهرباء استفاز الجمهور. واتب افعال. كهرباء بالمناسبة. جماهير الزمالك من اول ما دخلت الاستاذ بتشتم كهرباء بكل الالفاظ. جماهير الاهلي هتفت ضد شكبالة هتفت ضد شكبالة. بس انت جيت في واقعة شكبالة في قرار اتحاد الكرة التمستله العزر او اشارت الى الضغط العصب اللي تعرض له. الضغط العصب اللي تعرض له. نتيجة هتفات الجماهير. طب وكهرباء. والضغط العصب والضرب العصبي. ايه اخبار. ضرب العصب وبالايد والرجل وبالالفاظ اللي انتو شفتوها. والقفز عليه. بالله عليكم. هنا في حرص على العدالة بين الاطراف كلها. كابت المتحد شلبي لخص الفرق ما بين اللي عملوا كهرباء واللي عملوا شكبالة. نشوفه. اذا كان ما فعله كهرباء يستحق الاقاف حتى نهاية الموسم. فما فعله الشكبالة يستحق الاقاف العمر كله. بمنتهى الصراحة. بمنتهى الصراحة. اكثر خطورة من وقع. خاصة انت فيدي. يعني خسران ومجني عليك وبتضرب وبتشتم. ها. والتانية انت كسبان. وبعدين يتقلك. استاذ عمر قال احنا كله موثق واصلها استند وقال ان الشرارة بدأ. اه كهرباء بدأ الشرارة الاولى. وعشان اسمه كهرباء. اه. اللي جيفو الشرارة منه. اه. لا. الشرارة الاولى لو عندنا اللقطة. فورة احراز. ضربة الجزاء الاخيرة من كابتن عبد الله جمعة. اه. ورها انا ها. شوارب. هتبين مين اللي. مين اللي. مين المين صاحب الشرارة الاول. مين اللي اطلق الشرارة. اه. 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 فين بقى? يا عم احتفل مع جمهيرك. روح فين? ساب جمهوره العالمين والقريبين منه. اه. يعني. وراح فين? يشتم في جمهور وراح فرين. ولعبت الزمالك كلها رايحة وراحة. لحد دلوقتي لعبت اللي يوقفة فين? في مكان هلا انت تتحرك. اه. لعبت الزمالك راجع لهم. يعني المسرح اللي حداث در حيث هو يقف لعبه الاهلي. يعني اي تعدي. مين اللي ابتدى الشرارة? مين? يعني يعني هل اللي اتطدي بقى? بالاضحات? كتأرير انت لمنصق من اول يوم قلنا انه زمالكاوي. اه. رئيش لاجل المثابات. قال لك بس ولد واعد وخدوه على اداؤه. ادي اداؤه. ده هو منصق المباراتين. ايوه. يعني المبارات النهاردة. وبعدين. انت جاي بتقول. عندنا التقارير وعندنا اللقطات. يا اخي حاجة غريبة جدا. هو في مباراة. ما فيهش مراقب حكام. ما فيهش مراقب حكام. يوم يتقل لك اصل الكابتل غندور اعتذر. يعني تتملي بتروح حطت ايه. واحد واحد بديل. لو ده اعتذر ده يخش. شوف عبدالله جمه رايح فين? ايوه طبعا كلهم رايحين فين? وبينفوا فين? ايوه. اجيه. تعدفت عليه الكورة شطها. للجماهير في المدرجات كورة. ممكن الناس هتظاهلوا اللي جات له الكورة. وبعدين راح رفع لهم الاهل لنمبر وان. الاهل رقم واحد. انتو ايه يعني? اتحاد الكورة زعلان ليه لنا اللي يبقى نمبر وان? انت عندك مين نمبر وان? بيصرف في النظر. ايه اللي ده? لا. اجيه لما تشمله العقوبة. ايه اللي نوصب اليه? استفزاز اله. طيب. اجيه استفز الجمهور حازم اما ما استفزش? اللي انتو شفتوه ده مش استفزاز? طارق حامد ما استفزش? ازاي الامور يعني يتم الكيل فيها بالمكايل الغريبة قوي دي. عشان تبقى فيه عقوبات في اتجاه. وفيه طناش في اتجاه. لا هو حاب. ومرائب لجنة او مدير لجنة القطاع ادارة المسابقات هو منسق المباراة. والكارسة اللي المهانسة عادل اشار ليها. هو ايه اهم مباراة في الكرة المصرية? قال له زمالك. مفيش خلاف على كده. وسوبر ببطولة. مباراة سوبر. ومباراة خارج الحدود. لا. يعني سوبر مهاجر. وفيه افار وانت بتتمرن وبتمرن حكامك حرصين على صورة كويسة. وآآ جايبين طاقم اجنبي. كل ده كويس. وفي الاخر واحد عمل الفرح وما حضرش. اولا هم قالوا ان كابتن جمالي الغندور كان هو المراقب. اعتذر. اولا عايزين نعرف اعتذر ليه? سانيا لما بيعتذر مرشحش حد مكانه ليه? يروح فورا مكانه? ولا هو اعتذر فجأة يميها? وازا كان فجأة يبقى ايه السبب? يعني المسألة استاذ صبريمو غمضة مش غمضة واضحة. شرحة نفسها. يعني هي غمضة اللي نفياش اجابات. او الاجابات اللي حتتقال مش هتعجب حد. مراقب البتاع المنصق مش مفروض يبقى المنصق. مم. وبعدين المنصق. يقوله معروفة. واقف وصل حدث. كتبت ايه وديتها ايه اللجنة الانضباط? ارجع تاني. انت لو تذكر الحلقة من ثلاث حلقات. كنا برضو بنتكلم على قرات لجنة الانضباط. ايه. وانا قلتلك ان الفرق بين لجنة الانضباط ولجنة المسابقات. المسابقات معناها بتقارير الحكم وما جاء بيه. وبتبقى فيه العقوبات الاجرائية. يعني طرد يبقى كزا ماتش مش عارف ايه. بسخ يبقى مش عارف ايه. متحددة بلايح. ايه. اما لجنة الانضباط دي بتبقى على الاحداث. ايه. اللي خارج التقارير وحتى ما بعد المباراة. من حقاك نقشها. اه. وساعدة طالبنا. يا طرى ايه المعايير. اتقلنا اصلا ما فيش لجنة مسابقات. فيش لجنة. طب وليه ما فيش لجنة مسابقات? اولا. ليه ما فيش لجنة مسابقات? ليه كل لجنة مسابقات تختزر في شخص ميوله معروفة. قلتلنا بس استنوا شوفوا اداءه. كل مرة اضاء ياشي ممتهى. اه. اه. يعني انا عايز اعرف تقريره. حد يطلع يقولينا الرجل ده عشان يكسف نحنا. او يحرج نحنا. لا ده الراجل ده كان فير جدا وكتب كل الاحداث. طيب. ننقل هنا بقى. طب الاحداث كلها ما راحت لجنة انضباط ما تخطيتش فيها ليه كلها? لا واضح اني تم اجتزاء الاحداث من سياقه. واتبعت اللي مطلوب التركيز عليه. يعني اسوأ المتشائمين كان بقولك ايوة حيندوروا على ثلاثة من الاهلي عشان يحطوهم قدام زمالك رتعاقب. بس محدش كان عارف ان احنا كمان الطبخة هتكون مسبوكة اكتر من كده. طيب ما تخلينا الاول نشوف القرارات اللي صدرت هي ايه? ونشوف. الاستناد فيها كان على ايه? ده رقم واحد. رقم اتنين. تعاطي النادي الاهلي معاها رسميا ايه? لانه ازا كان فيه ما يستحق او من يستحق الاشادة والتقدير في ادارة الاهلي ومجلس ادارته. لانه مبدئيا انت مباراة صوبر. رحت الامارات عندك لعيبة ما قبلتش اي تجاوز من اي حد. وبدرت بمعاقبة كل الاطراف اللي انت من وجهة نظرك. وبدأت تبحس عن ايه المواد الفلمية للأحداث. ودي قضية كبيرة جدا. حن نستعرضها. لكن الاهم والادهش هو انت بتشتغل بايه? ايه اللي حل انت استندت ليه? يعني تعودنا دايما وابدا ولجنة الانضباط كلها سادة آآ قضاء جلاء وافاضل. بس عودونا ان كل حكم بيصدر بيبقى السند للمواد السند القانوني حتى دايما وابدا ما الحق بالنطق بالحكم. وفقا للمادة رقم كذا كذا من قانون كذا تقرر كذا. هنا ده نص المادة. انا بدي لك خمس سنين وبدي لك غرامة كذا وفقا للمادة رقم كذا. هو ده الاسناد. لما يكون لجنة انضباط معنية بارسائل الاخلاق والنظام وتتخذ قرارات بناء على ايه? مفروض لايح. فين السند والاسناد في هذه القرارات? على اي اساس سيادتك بتعقبني? انا عملت ايه? طيب عملت كذا. طيب كذا اللي انا عملته. ليحتك فيما ده كان بتقول ان انا اخد كذا. عشان تبقى المسائل. اولا 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 سيد الراهيم. مفيش اقاف. اه مطلق لنهاية الموسم الا بتحقيق. تمام. لم يستدع احد للتحقيق. تمام. ليحتك دي فين? بداية النادي الاهلي لما قال في بيانه انه لم يختر بشيه طلع البعض يقول لك لا سلمت ورقة مش عارف لمين. لا. يعني سلمت ورقة. انت سلمت ورقة مين? انا حاجي لك لخطابات ومخاطبات رسمية. انت سيادتك المفترض لو حنشتغل بعمل مؤسسي جد شوية مش هزار. انت بتختر كل اطراف المسابقة بلايحتك باختار رسمي. اختار رسمي عبر الفاكس الرسمي المعتمل. حتى مش كفاية ان انت تحطها لي على الوب صاعد بتاع الاتحاد. بصها سيد اه. لان الكلمة دي انا استغربت لها جدا. ام. او المعلومة اللي ارادوا ان يصربوها احنا اديناها للمهندسة حنان الزيني في بداية الموسم لما اش عارف سألتنا ايه وبعتنا لها يعني ودي وطلع على لسات عمر الجنين انا بعتها في ظرف مقفول لكابتل الخطيب. اه لما قال انا مجاليش مرة واثنين وثلاثة بيقول مجاليش الا وايح. هو قال كده. اولا انا اعرف منين ان هي دي اللايحة لحقيقية. ما انت بدن ما فيش حاجة رسمي. تقدر تتنصل منها. بالزبط. لو اختلفت انا وانت عليها. ولقيت ان هي فيها عوار مسلا او فيها نقصان مش كاملة. تقدر تقول لي وانا وانا دي مش بتاعتي. مش انا اللي بعتها. هم. فطب اللي بينه وبينك ايه? اوراق رسمية. انت عايز يبعتلي ليحة رسمية. نتحاسب انا وانت عليها ده عقد. مفيش عقد بتبعت بالبسطة. يعني مفيش عقد واحد يرمولك تحت عقب الباب. مفيش كلام ده. صحيح. فانت بينه وبينك عقد. يحصل ازاي? لما طلبه منك ابعتهو لي. ايه? بصادر ووارد ويبقى عندك الصورة. استلمت اه 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 صورة طبق الاصل ويتمدي بالتاريخ. فلما اقولك ما جات ليش تقول لي لا ده انا يوم كذا اه 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 استيد محمد مرجان. اه 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 جماعة بتوعي الاهلي. ده انا بعتلكو بتاريخ كذا يوم كزا. واده اللي رخم الايه الاستلام واخرى رخم الوارد بتاعك. والصادر بتاعك. وده الف باك ادارة. مكاتبات رسمية قانونية جده. اي حاجة بتدارب بتدارب هزا الشكل. خاصة انه طلبتها منك ثلاث مرات طيب طلبتها منك ثلاث مرات وهذا هو الدليل يا سادة النادي الاهلي الجواب اللي حتشوفوه بعته في سبعتاشر تسعة الفين وتسعة سيد الاستاذ وليد العطار القائم باعمال المدير التنفيذي لاتحاد المصر كونت القدم تحية طيبة وبعد ايمان الى خطابنا المرسل الى اتحادكم الموقر بتاريخ تسعة وعشرين سبعة الفين وتسعة عشر مرفق طي والمتضمن طلب موفاتنا باللوائح المعتمدة والتعليمات الصادر من الاتحاد المصري كونت القدم والمنظمة لكافة المسابقات المحلية بمختلف التصنيفات ومسابقة المسلم الرياضي وبالاشارة الى قرب انطلاق المسلم الرياضي عشرين او تسعة عشر عشر بمختلف مسابقاته فبيرا جاء التفضل بالاحاطة بانه حتى تاريخي لم يتم موفاتنا بما ورد في خطابنا المذكور اعلى علما بان موعد انطلاق مسابقة الدور العام قد تم تحديده من قبل اتحادكم الموقر يوم واحد وعشرين تسعة الفين وتسعتاشر وتم اجراء قرعة المسابقة بالتاريخ اتناشر تسعة الفين وتسعتاشر ده مرسل للاتحاد المصري كونت القدم نتوقف فينا لحزة استاذ ابراهيم ايه بعتنا لكم ردتوش بعتنا لكم ردتوش بعتنا لكم ردتوش هذا موقف متكرم الاتحاد والجانه ايه لما الاهل كتب الشكوى ايه الالجان الاتحاد المختلفة لم يتلقى اي رد رغم ان باستمرار بيبعت تقول لهم عملتوا لنا ايه في الشكوى في حين ان لما تكتب كلماتين من 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 عدو اللجنة في شائن رئيس نادي الزمالك اتوقف ثلاث ماتشاة فوراً بعدها بيقوم هو أنت المسألة بقى مش مسألة ما أنت بتقدر تاخد قرارة هو بتوقف طبعاً ولم نشك لحظة أني لو كان رحط له حاجة والطلب منه وقرار فيها كان لازم حياة إنما أنت بتبعت للاتحاد هل بالورق ده بيوصل بيوصل للجنة للانضباط فعلاً بمضمونه بمستنداته عشان يرد عليه عايز أقولك هو ما احناش عارفين لا إجرائياً لجنة الانضباط مش معنية فقط بالتقارير دي التقارير دي مسؤولية لجنة أنا فتكلم مع التقارير أنت بعد بتطلب منها حاجة بتقول لها تم التجاوز في حقي من فلاني لفلاني بحدش رد عليك فبعدت تاني يا جماعة قلولنا وهنا من هنا ده بيان النادي الوافل اللي حنستعرضه لكم بالتفاصيل ونقراه مع حضراتكم لكن أنا بتكلم آه كان صادقاً وهو صادق طبعاً لازم يكون صادق بالصمرار المستشار بن داري لما قال أي حد ما فيش حد كبير على الحساب لأنه لما جاله من عدو اللجنة إساءة من رئيس النادي الزمالك آه خد فيه قراءة وهو ده اللي مزعل يمكن القراءات اللي جاءت بشأنه آه طيب أنا قلت لكم إنه جواب النادي الآهلي في سبعتاشر تسعة الفين وتسعة تاشر بيقول للأستاذ واليد العطار إماءً إلي خطابنا اللي إحنا أرسلناه لكم إيه إمتى بقى تسعة وعشرين سبعة الفين وتسعة تاشر يعني من شهرين فاتوا بعتنا لك طب كان بعت له إيه ساعتها ساعتها كان بالمناسبة اللي بيدير اللي هو سروة تسويلا فبعت له الآهلي في تسعة وعشرين سبعة الفين وتسعة تاشر قال له بالإشارة إلى قرب انطلاق الموسم الرياضي عشرين تسعة تاشر بمختلف مسابقاته فبيرجاء التفضل بموافتنا باللواقع المعتمدة والتعليمات الصادرة من الاتحاد المصر كوية القدم والمنظمة لكافة المسابقات بمختلف تصنيفاتها عايزين تاريخ انطلاق المسابقات عايزين ليحة المسابقات عايزين ليحة شؤون اللاعبين عايزين تعليمات القيد عايزين ليحة الانضباط أحد المطالب المهمة اللي النادي حطاه في جوابه عشان أعرف أنت هتحسبني على إيه وإنت بتحسب اللعبة بتاعتي على إيه ده ألف بقى ونبه عليهم بالضبط مش هتعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة لأن اللايحة بتقول واحد اتنين ثلاثة اربعة غلط هكذا الانضباط هيحسبك ده ألف بقى يا جماعة أساعدك فبصوا بصوا البند اللي قبل اللي قبل الأخير لقيحة الانضباط أحد المطالب المهمة في خطاب الآلي لاتحاد الكرة في تسعة وعشرين سبعة من وقت اللي هو سروة سويلم وتم تجديد الكلام ده في سبعتاشر تسعة الفين وتسعة تسعة بعد شهرين لما تولى الأستاذ وليد العطار بعث له النادي الآلي بنفس الطلب لا حس ولا خبر رح بعطل في واحد أكتوبر يعني بعدها بشهرين كمان واحد أكتوبر الفين وتسعة السيد الأستاذ وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذ لاتحاد المصر لكرة القدم تحية طيبة بعد في إطار حرص النادي الأهل الدائم على دعم الخطوات الإيجابية التي من شأنها حسن تنظيم وإدارة مختلف المسابقات الرسمية التي ينظمها اتحادكم المؤقر وعطفا على مخاطباتنا لاتحادكم المؤقر والمتضمن طلب موافاتنا باللوائح المعتمدة أو المعتمدة والتعليمات المنظمة لكافة المسابقات المحلية بمختلف تصنيفاتها ومسابقاتها للموسم الرياضي وفتح له قوس وقال له خطابين واحد في تسعة وعشرين سبعة الفين وتسعتاشر والتاني سبعتاشر تسعة الفين وتسعتاشر مرفقين طي أنا بعتهم لك عمالة أقول لك أنا بترجعك ده تالت خطاب أقول لك وببعث له صور الخطابات اللي بعتها لك وعلشان لو كانت ضعت منه وبعث له اللي أنا بعته له برجاء التفضل بالإحاطة بأن ما تسلمه النادي الأهل رسميا حتى تاريخه هو نظام وشروط الدور العام الكاس السوبر للموسم الرياضي منشور تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين أملين منكم سرعة تزويدنا بباقي اللوائح الوارد ذكروها في الخطاب بتاريخ تسعة وعشرين سبعة وهي على النحو التالي لايحة المسابقات لايحة شؤون اللاعبين لايحة الانضباط أهم تلتة للمرة التالتة ببعث لك أرجوك عايز لايحة الانضباط عشان أحاسب اللاعبة بتاعتي على ده وكان الأهل متوجس وبيقوله بعد المطالب بيقوله وفي ذات السياق نشير إلى خطابكم المرسل بتاريخ ستة عشر تسعة عشر ألفين وعشر والمتضمن طلب توسيق عقود الأجهزة الفنية ومدير الكرة فبرجاية التفضل بالحطة باستعدادنا التام على تفعيل مضمو خطابكم متى ما وردت اللائحة التنفيذية المعتمدة والخاصة بهذا الشأن والمنظمة لطلبكم وذلك للتطبيق على كل الأندية المشاركة في المسابقات الرسمية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة أنا مستعد تطبق كل اللي انت عايزه بس للعدالة والمساواة يتطبق ده على الجميع ما بقاش لوحدي وبيقوله أنا مانيش عايز حاجة استثنائية الآن بيقوله وهو المبدأ الذي لطالما نحرص على تحقيقه وتفعيله مقدرين لكم استماح للأجهزة الفنية والإدارية والطبية بممارسة مهمها في إطار روح العدالة واللعب النظيف ده خطاب الآلي في 1 أكتوبر 2019 حتى لغة الخطاب باستمرار أنا ملاحظ يعني هنا أحيي الجهاز التنفيذي في النادي الآلي والناس اللي بتكتب الخطابات دي فيها تأدير فيها لغة محترفة محترمة يعني بتحترم اللي انت بعيتله طبعا بتنشده بأرق العبارات وبتأكيد وحاسم ووضوح دون أي نوع من الضغط أو التجاوز وتقوله كده عشان نتعاون مع بعض وهي دي اللغة اللي المفترض تكون لأنه هو الخلل أنه الاتحاد ما هواش العنصر الأقوى في إدارة اللعبة وأي حد يقول حاجة غير كده يبقى ما بيقولش لا بيقولش يا أستاذ زبرين ما هواش الكلمة دي مزعلاني قوي لا هو العنصر الأقوى هو العنصر الذي يجب أن يقول الأقوى لا هو الأقوى عندما يريد عندما يريد طبعا فيه مواقف بيقولك أنا الأقوى بس هو بمزاجه يتغادى عن القوى دي في بعض المواقف اتحاد أي اتحاد لو هو قوي لازم أن يبقى أقوى من الأهل وأقوى من الزمالك وأقوى من كل نادي بس أقوى في الحق والنظام والانضباط حسألك سؤال تاني مش قوي بالعوار مش أعور في ناحية وشايف أو في ناحية تانية حسألك سؤال تاني اه اتحاد الكرة طلع بين من شوية أريناه اه على موقعه اه بيقول إن احنا تأكدنا من الأمن إن ما كانش فيه حاجة تحول دون الوصول اه في الموعيد اللي مفيش عواقق اه وهتطبق اللايحة كويس طب لو عمل كده يبقى قوى اللي ضعيف قوي يبقى قوي طيب لو عمل كده إيه اللي هيحصل في حد هيقدر يبقى أقوى منه يخليه غير رأيه لا طب طيب فين بقى يبقى أنت إنت اللي بمزاجك بتتنزل عن القوى لما تكون مش عايز نفذ طيب الأهل اترجاه في ثلاث خطابات رسمية ابعت لي أرجوك منفضلك لائحة الانضباط أنا عندي لعيبة أنا عندي أجهزة أنا عندي ناس أنت هتعقبها فخلينا أبقى عارف أنت هتعقبها على أي أساس عشان أقدر أدير المسألة بمحفظ حقوقي أنا كنادي ولعبتي مفيش متعرفش مفيش ليه تأمطلع قرارات لجنة الانضباط قررت لجنة الانضباط بعد السوبر لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المسألة في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي حلم والأخلاق دي مهمة طبعا ده لازم أن تتنصص التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهل والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو زبر ما يلي على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة حلم حكم ومرائب ومنسق عام المباراة مرائب الحكام الكابتن جمال الغندور في السعودية لو كان عندكم مرائب للحكام اللي هيقيم أداء الحكم واللي هياخد تقرير واللي هيطلع عليه واللي هيوصي أن الحكم ده ينفع يجي تاني بعد كده أو ما يجيش وأي تجاوزات بجانب الحكم أو مدى تطبيقه للقانون أو مدى حرصه على سلامة القانون في الملعب ده مرائب الحكام يعني لو مرائب الحكام موجود كان لازما هيقول لاتحاد الكرة هو اللي عمل حازم إمام بالركل والمصارعة في صدر وليد سليمان قانون إيه ده اللي ما يعقبهوش عليه ده مرائب الحكام هو اللي بيقيم أداء طاقم التحكيم في الملعب ده ما حصلش ما فيش خلل أكبر من كده وتيجي تقول لي أنه كان للسناد على تقرير الرجل في السعودية ودي لازما للتحاد يجاوب عليها إزاي ده يحصل إذا كان الكابتن جمال غندور عنده ارتباط في بطولة الشباب العربية اللي في السعودية ليكن بس غيره إزاي ما فيش مرائب من اللاجنة سافر لا الكابتن دوري وامراته عمل يتحسر يا أخواني بلاش الكلام ده يتقال آه آه الله في ثانية حد ييجي ده ده فاركة كعب طبعاً ده الجمهور سافر يوم المباراة الله في ثانية حد يروح بعد يقول لك أصلاح نحن كنا عايزين يجيب حد من هناك إزاي يعني إزاي تجيب حد من الامرات مراقب على آآ 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 باطش زي إيه مرا مصرية إزاي يعني إزاي الكلام ده ما بيخشش دمك حد يدحك طيب قال إيه بقى تقرير اتحاد الكرة هل أضع الاطلاع على تقارير حكم ومرائب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة شريط المباراة دي نقطة مهمة جدا ومتلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة حطوا لنا عشرين خط تحت ده والشركة الناقلة للمباراة لجنة الانضباط قالت إن عقبة كهرباء وعقبة آآ كل اللي عقبتهم بناء على الشريط الوارد من الشركة الناقلة للمباراة امسكوا فيها لإنه دي هتكشف كتير من الحقيقة في الموضوع تقرر وبعد كده يروح هتطلق المتهم الأول تصدير محمود عبد المنعم كهرباء لقرارات العقوبات تصدير فيه مغزاء إنه ده بطل الليلة ده المتهم الأول فبتشيله وبتقول إنه هو سبب شرارة الأحداث عبدالله جمعة باللي عمله وإنتوا كلكم شفتوه هو اللي بدأ الأحداث وشفتو ورد رقم كان في التأرير اتدفن في العقوبات من تحت رقم خمسة تقريبا رغم إنه المفترض شريط الفيديو اللي سيادتك بتقول إنه أنت اتطلعته عليه كان هو صاحب الشرارة الأولى اتدفنت فبيقولك إيقاف محمود عبد المنعم كهرباء لعب الأهلي وإمام عشور لعب الزمالك اللي بيركل وليد سليمان في ظهره بشكل خلى الناس عرفت إنه فيه لعب اسمه إمام عشور في الوقت اللي وليد سليمان كان في المشهد ده هو اللي بيحجز وبيعمل فحد حد الإداري ده دفع وليد وقعه وده جاي من ظهره جاي من ظهره يضربه هتشوفوا اللقطة اللي بعدها على طول ناشئ لسه ما بدأش حياته هنا بقى المتاجرة بالكراهية وده دي المشكلة اللعبة دي بتصرف كده لإنها غيرانة على النادي بتاعها انت جاي من نادي المحلة وانت ناشئ وكنت رحت حرص الحدود وتقلقته وبعدين نادي زمالك توسم وخدك وانت كنت حقيقة محل أنظار وواعد وناس كتير طيب هادي اللقطة اهل اللي جراك انت طيب ده جاي منين بقى جاي منين حد استفزه ده ولا ده جاي على لعبة الاهل عدل والوليد سليمان طيب وليد عمل ايه استفزه في ايه بقى وليد اهه ازاي ايه اللي عمل وليد عشان وليد ده انت مؤكد انت كنت بتشوفه بالنسبة لك في لحظة ما بطلك طبعا وقال يا تبقى حاجة مش طبيعية اه لو انت مش عارف كمك الناس جاي من الاقاليم وبعدين رحت لحرص الحدود وكنت شايف ان واحد زي كابتن وليد او غيره في نادي زمالك ايا حد يعني اللي في سنة ان دول قدوتك وكل دول ايقونات بالنسبة لك يا ريتك تبقى زيهم وانت لعيب دولي في المتخب اللوم بيقواروا الشيحة المتخب الاول طيب قالك عبد محمود كهربا وامام عشور لعب الزمالك واحمد زاري زاهر ادار الزمالك يقافهم حتى نهاية الموسم ومئة الف جنيه غرامة على كل منهم على رأي كابتن متحة شالبي لما كهربا ياخد لنهاية الموسم شكبالة ياخد لنهاية العمر او شطم نهائي زي ما قال الكابتن متحة لكن تقرر ايقافه ثمان مباريات وغرامة مئة الف جنيه سامير كامونة مرة اتهم في نهاية الكاس الاهل والمحلة على وقع محد الشافة على وقع محد الشافة اللحم الراية من ناحية التانية كابتن فروغ جعفر ساعتها كان مدير فن للمحلة نفت وبرقه اتحاد الكرة ادى سامير كامونة سنة بعد فيها عن مستوى سنة على اشارة باصبع لم يرتكبه ومحد الشافه الا لاين مان سنة لكن اللي حصل منش كبالة وإحنا بنتكلم على ارسال انضباط والاخلاق اللقطة اللي اخجلت كل المصريين في استاد محمد بن زايد انا بقولك انا كنت موجود اللقطة اللي اخجلت كل المصريين وزعلت كل الاشقاء المولين طب انا عادها بس هنا عشان برضو اربط في الحيثيات كابتن كهربا حمله انه صاحب الشرارة الاولى وانا شاف ان المسألة ليه علاقة باسمه ايوه ما زلت مصير لان شررت ايه انت طيب الشرارة دي كانت هنا والاحداث هنا كابتن كبالة ما كانش في الاحداث دي عشان نقول ان هو رد فعل اللي تصرف كهربا فياخد اقل منه ده هو كان بيعمل فعل هو فعل في مواجد جماهير الاهل كل ساب الليلة دي كلها واتجه الى جماهير الاهل اللي يأتي بما اتى به وهنا برضو المتاجرة بالكرارية انا اللي بكر اكتر واحد فانا اللي اكافأ هو يعني اللي كان في وقت كنا سمعناك هاني العجيزي وهو لما لما اعترف على اللي كان بيحصل معاه وهو ناشئ في الزمالك قبل ما ييجي الاهل قالك كنت باستغرق يعني انه هو الكلام كله ازاي تقدر تكره الناشئين في النادي الاهل يا جماعة الزمالك نادي كبير يعني يستحق ان لعبته تحبه وتخلص له مش حب الزمالك لازم يكون انك تغلط في المنافس غلط وطبيعي يجيب بطولات مش محتاجة ولازم ان يخلص لنادي انه يجيب بطولات لأ والزمالك نفسه لو ما يحصل على بطولات لازم يبقى حادث مفرح مبهج مش اكتر من كده يستحق انه يحتفل بيه انه يبقاش بقى انه مش بضرب وليد سليمان او انه طب لو عبدالله جمعة في الهدف ضربة الجزاء لو ما راحش ناحية جمهور الآلي واحتفل مع جمهوره كان فيه حاجة ولا حاجة ولا اي حاجة ولا حاجة كانت تحصل انت جبت جون سجلت ضربة من حاجك تفرح عرقت يعني برافو ان انت بزلت مجهود حاجك تحتفل مع جمهورك ورأى ايه بإشارة الزبح تروح بقى بإشارة الزبح لجمهور الآلي وبعد كده يتقال اصله كهرباء هو اللي اطلق الشرارة لمجرد ان اسمه كهرباء على رأي المهانس عادلي ليه يجي عبدالله جمعة صاحب الضربة ياخد تلات مباريات وغرامة خمسين الف جنيه وبعدين يلمه لما تسيب حازم امام وتسيب طرق حامد وتوقف ياسر ابراهيم واجيه مبارتين ازاي يعني انت سيبت اتنين ابطال المشهد وانتو شفتوهم وكل الناس اللي في الاستاذ شافت سيبت دول وديت اجيه وياسر ابراهيم مبارتين وغرامة خمسين الف جنيه وبعدين بالمرة بقى المبدأ بتاع الاتحاد الاشتراكي مدام هد ده ازازة زيت ورغفين عيش هد التاني ازازة زيت ورغفين عيش اهو تفضلوا اللقطة اللي حازم امام لا الحكم حازبه ولا اللجنة ادانته مدام عقبت الاهلي لازم انت عاقب الزمالك مدام هتفرض عقوبة على الزمالك يبقوا الاهلي قالك تغريم كل من الناديين مئة الف جنيه ومنع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في انشطة كرة القدم ثلاث مبارات وغرامة مئة الف جنيه طيب النادي الاهلي عايز تعلق على دي هتا مش هنص لا ما اقول دول يعني خلاص دول في اله في انا بس مستقرب جدا لعقوبة اجايوة وياسر وياسر تحديدا ده انت بتفتش ورا واحد بقى طر الراجل دعم ليه عشان هلحى وقفه وبعدين العناية والا بتقف بقى مين قبل الماتش اللي كانوا متصورين انه هتلاعب يعني فلازم نقف له من الناس زي قبل اللي تويز ما يتحرك اه اه ما يعرفوش اللحظة اسمة كده يمكن ما كانوش خدو اخفات ده طيب الماتش ده هتحسب ولا مش هتحسب لأ هتحسب طبعا مش كده طيب ياسر عمل ايه وغيره عمل ايه وغيره عمل ايه ازا كنت انت بتفتش او كده هتلاقي والله حاجات موافق جدا ان انت اتعاقب لعيبة في الاهلي موافق على فكرة مدام احنا نتكلم عن الانضباط اللعب اللي غلط يغلط يتعاقب اسواء اهلي او زمالك بس انت هي الحالة اللي عارفة برقاءة استاذ برعيم اه وانت بتقرد انت احنا في الاخر حنقرى بيان الاهلي وحننحلله ايه هتكتشف قد ايه الاهلي كان معنيا في هذا البيان انه اقول ان احنا طلبنا تقارير من رئيس البعثة ومن مدير الكورى نشوف من من لعبتنا طبعا عشان ناخد الضاء اجراءات لو كانوا اخطأوا اذا هذا هو حرص المؤسسة على نقل الرسالة يا اخوانا الرياضة رسالة طيب اذا كانت الرياضة الرسالة ما فعله شي كبالة رأيي وليد صلاح الدين والاساس حسن مستكاوه في ايه في اون سبورت نشوفه تحديدا عبدالله جمعة وشي كبالة انا كمان شي كبالة تحديدا انا كنت تفاكر ان هو تغير كنت تفاكر ان شي كبالة كابتن بقى كابتن الناد الزمالي قيمة كبيرة نجم كبير ما ينفعش يعمل اللي عمله ده شي كبالة دلوقتي بقى راجل بقى عبد شي كبالة فيه بنات صغيرة قاعدة في المدرجات شي كبالة فيه سيدات فاضلات او فضليات قاعدة في المدرجات ما ينفعش اللي بيعمل السلوك ده بيلعب بكرة نار كرة النار دي هتحره هو والواحد هتحره مش هيبه فيه كرة بسيطة يعني لما تحصل كارسة ثالثة مش هيبه فيه كرة وسلمته حيقعد في البيت يعني 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 وهيبه هو مسؤول عن الكارسة هو شخصيا لعيب الكرة اللي بيسير للجمهور وبيسير للألاف في المدرجات هو المسؤول المبادي انا لو هاخد زنب الناس اللي مات انا لو وكيل نيابة هحاسبه هو ان هو المسؤول على الاحتقان ده المسؤولين كمان طبعا يعني لازم اي اي فتنة لازم تتوقف بسرعة يعني احنا انا كنت السنة اللي فاتت مثلا مع نادي الاتحاد السكندري وكسبنا نادي الزمالك في البطولة عن ضيئة حكيت لك بص دي احنا بنا نطلع عنده روحت انا اللي هيروح مئة الف جنيه خاصة عندك جمهورك اهو شوية بتوع نادي الاتحاد السكندري ان شاء الله تتشقلب معاهم وما لكش دعوة بالجزء بتاع نادي الزمالك لان هيحصل مشكلة بعد كده هوا ليه ليه يا سيدسي براهيم وده حاجة محيراني جدا يعني ليه المسألة بتبقى واضحة عند الناس الا المسؤول عن الكرة هذا الوضوح اللي موجود عند الكابتن حاسم بستكاونك لما تروح للجمهور وتستفزه ويحصل كرسة لازم يمكن ينبي يا حاسبك كنت وازت منطقي تماما لما كابتن ودي يقولك وانا مدير كرة قلت له قوع طروح الجمهور زمالك ما طروح تحتفل مع جمهورك طبعا هو ده المفروض رغم رغم انك انت لما كابتن شيكابالا رحم واحتفل مع جمهوره مش مع جمهوره واستفاز جمهوره الاهلي وكان بيرقص معاهم على سباب واغنيه بتسب النادي الاهلي برضو كان مش ملائم يعني وعلى رأي كابتن شيكابالا شوف كل ما حنوعد نتكلم حنقول هذا اللاعب الموهوب الذي كان يمتلك من القدرات ما يخليه واحد من أميز علامات الكرة المصرية في هذا الجيل ده والجيل اللي قابليه كلام مقرر لكن انا ازعم ان ما يفعله شكابالا بنفسه انه عايش في دايرة انه محتاج مساعدات عشان ياخد شعبية انك انت تباينك بتكره انك بتحتفل قوي وانك بتحب الزمالك قوي انا كنت اتمنى ان يساهم مع الزمالك في مزيد من البطولات فيبقى زي كابتن حاسن شحاتة زي كابتن ياخد جمال عبد الحميد زي كابتن حسام ابراهيم اللي راحولهم في سنتين عملوا بطولات ام كتير جدا ولم يزعم احد منهم يعني ان هو ااااا يعني المتاجره بان انا بحب بالنادي دي ماتحصلش غير من اللعيب اللي مش قادر ام ما بتلاقيش لعيب متقلق وعمل اللي عليه محتاج الكلام ده كابتش كابلا ما عرفش. النادي ميلحق نفسه. طيب. احنا شفنا النادي الالي لما اتحاد الكورة قال قراراته والقرارات لجنة الانضباط. شفنا موقف النادي وهو بيترجع عبر ثلاث مخطبات رسمية فين اللايحة بتاعتك. وشفنا هذا التجاهل. لكن السند التاني الدليل اللي النقل بقى. اللي انت استنادت عليه. انت قلت في حيثيات لجنة الانضباط وتعرير عقوباتها. انت شفت الاستوانة المدمجة اللي شريط المباراة من الشركة النقلة. الاتحاد قال على موقعه. حيثيات قرارات لجنة الانضباط. اديكم شايفينها. تابع الاتحاد المصر كويت القدم ما تدولته. معظم وسائل الاعلام المقروعة والمرئية من تعليقات على العقوبات الصدرة عن لجنة الانضباط بخصوص احداث مباراة السوبر. وكما اطلعت اللجنة على الاستوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد. والواردة رسميا. احنا بنتكلم على موقع رسمي في مخاطبة رسمية. بيقول ان احنا جلنا بشكل رسمي من هيئة ابو ظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة. بالاضافة الى فلاشة قدمها المنسق العام للمباراة. وتتضمن مواد فيلمية التقطاتها ايضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة. ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون. كما جاءت قرارات اللجنة بناء على الثبوت ادانة كل من شاملتهم القرارات. وذكر العقوبات اللي شفتوها. احنا بنتكلم على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم. في حيثيات قرار او قرارات لجنة الانضباط بشكل رسمي. بيقول تلقينا بشكل رسمي ما ورد الينا من تلفزيون او من قناة ابو ظبي. النقلة للمباراة. وده اكد عنه هنا بس يا استاذ ابراهيم. اه. فلاشة من المنسق العام جايبها من النقل للمباراة. الاولانية استوانة مدمجة من الهاية العامة للإعلام. انا كنت معني جدا ان انا اسأل في الحتة دي النهاردة. هو الاتحادي الدولي تعليماته ايه? بالنسبة للفار. هو اي حد يقدر يطلب الفار من من قايمة على الفار ان ياخد من عنده لقطات. قال كل اللقطات بتاعة الفار لازم تروح للناقل الرسمي. وتتاخد من. يعني ما تقدرش تقول انا تلت. لا. طيب. ممنوع. يعني دي تبقى ازا كان هذا حدث. واشك. يبقى حدث من جهة غير. هو الفار كان موجود. الفار كان موجود. بقى مرة ايه? هما قالوا كده. هقول لك اربع وقاع. قالوا. واضحين. ازاي ما استخدمش من الفار. ما قالوا الجنة اللي تلغى. حاجيلك بس استنى. دلوقتي احنا قلنا النادي الاهلي. في حرصه على. انه يبقى فيه عدالة بين كل الاندية. طلب اللايحة بالبالحاء حتى. هلحف طلب اللايحة في مخاطبات رسمية. لما الاتحاد المصري رسميا. يقول في حيثيات قرارات لجنة الانضباط الرسمية. وينشر ده على صفحته. ويقول ده بعضمة لسانه الكابتن محمد فضل عضو اللجنة. ان احنا خدنا ده من تليفزيون. او من قناة ابو ظبي الناقلة. النادي الاهلي. وده اللي انا قلت لكم في البداية. بدون اي مبالغة. ما يستحق التحية فيه. في ادارة هذه الازمة. مسؤول النادي الاهلي. لانه. انا كنادي عايز. اقف على حقيقة الاحداث. انت بتقول ان فيه مصايب استدعية اللي انت عملته ده. والنادي الاهلي. كتير لما بياخد قرارات ضد لعبته. حتى وهم مع المنتخبات. حرصا على صورته وقيمته. وتمثيل لعبته لبلدهم. والناديهم افضل تمثيل خاصة في الخارج. تعرفوا ان الاهلي. اول ما تقال انه هذه العقوبات صدرت في ضوء. المواد الفيلمية اللي ورده من الشركة النقلة او القناة النقلة للمباراة. بادر الاهلي. بادر الاهلي. رسميا بمخاطبة قناة ابو ظبر. ارجو بخطاب رسمي. ادونا بقى اه. ارجو افادتنا بشريط المباراة والمواد الفيلمية الخاصة بيها. طبعا حتى تسنى لنا الوقوف على حقيقة الاحداث. ما يجوز انت مدي كهربا ده نهاية الموسم انا اشتوبه. يجوز ان انا اشتوبه. ويجوز ان انا اتظلم ضد اللي انت بتعمله. بس انا عايز الدليل النقلي. اللي انت سيادتك قلتلي. ان انت طلبته وخدته من قناة ابو ظبر. واستندت اليه. الاهلي طلب ده بشكل رسمي من قناة ابو ظبر. رد قناة ابو ظبر رسميا على النادي الاهلي هو نفس الرد اللي هتسمعوه من الاساسي عقوب السعدي. رئيس قناة ابو ظبر. لما سؤل في صد البلد قدمت الشريط ولا لا. طبعا استاذ عقوب السعدي. اولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور استاذ احمد رحب فيك. وبالبداية انا اشكرك على كلماتك اللي قلتها امس. وانت من الاعلاميين اللي نفتخر بوجودهم في المنطقة بصراحة. لا اتشكر لي كل ان انتوا بصراحة قدمتوا اللي احنا متوقعينه واكتر. احنا زي ما قلنا اشقاء مفيش ماتش ولا غير ماتش. هيخلي انه في مشكلة ما بين. احنا وانت واحد يا استاذ احمد. احنا وانت واحد. بشكرك جدا مرة تانية. دي ما فيش نقاش فيها. خلاص يبقى احنا نعد النقطة دي. ما حقيقة انه اتحاد كرة القدم طلب منكو شرايط او فيديوهات او لقطات او اي شيء. انا استغرب من حاجة استاذ احمد. تم زي اسم قناة ابو ظبي. اه يعني في حوار امس كان مع الاستاذ محمد قط في احد البرامج كان احنا اه اه جبنا الاشرطة من قناة ابو ظبي الرياضية. واليوم في حيثيات الفقم اللي طلعت اليوم. اه. قالوا انه بناء على طلب رسمي من اه هيئة ابو ظبي للإعلام. اه. واخذنا اللقطات اللي انعرضت. وفي لقطات ما انعرضت. اه. فانا استغرب انا رئيس القناة. اي حاجة تطلع لازم اعرف عنها. اه. ومفيش اي حد خاطبنا في الموضوع. ولا احد خاطب المخرج في الموضوع. انه ياخذ لقطات. اه. فبعد السويتر اللي خرجت دي اليوم. دلوقتي فيه بيان من انتحاد القرية يقول لك. لا احنا خذينا من البار. اه. من انت من من الاساس تقول انا خذيت من البار. اه. ليه تقحم قناة ابو ظبي الرياضية في الموضوع. اه. من الاساس اقول انا خذيت من البار. البار دي. اه. اه. شركة بقى ويتعاملوا معاها. انا معرفش اللقاطات اللي بالبار. اه. يعني ممكن. ما انا ما انا انا اللي يخصني طنات أبوظبي البياضية لم يتم مخاطبتها لم يتم إمجاد أي جهة بأي مادة حول المباراة طيب الفرق وكم اليوم أيضا طلب من النادي الأهلي طلبوا مننا نريد اللقاطات اللي تم مدها لاتحاد الكرة وللجنة المؤقتة ما يعادل خمسين تقيقة قلنا لهم هذا الحديث عاري من الصحة ولم يتم إمجاد أي جهة بأي لقطة من لقاطات المباراة ما تم عرضه اللي يوجد عندنا في أبوظبي الرياضية هو اللقاطات اللي تم عرضها في المباراة والناس كلها شافتها هذا هو اللي موجود فأنا أستغرب أنه تم الزج باسم القناة وبعد ذلك تم تغيير الموضوع بعد ما نفيته غيروا أنه غيروا أنه رحنا لأ خذين احنا من البار من الأساس أنت في حيثيات الحكم قول أننا رحت للبار وخذيت من البار لذا الكلام بعد صحيح وبرضو ما يقدرش ياخد من البار مباشرة كما قيل ليه كما قيل ليه والعودة يعني على راوي المهم القول الحاسم والفاصل في المسألة إيه على الثاني الرجل المسؤول إن كانت قناة أبو ظبي ما قدمتش أي مواد في المية لأي جاه وأن الاتحاد المصري ما طلبش منه ولا تدوله أي شرايط للمباراة والرد ده اترد بيه رسميا على النبي بس ده معناها يا سيد إبراهيم معناها حاجة خطيرة جدا تؤكد اللي أنا بقوله بسط مراء إن ما عرده على لجنة الانضباط لم يرد لم يرد من المصادر دي ولكن تم تجميعه بطريقة معينة ليصدر القرار بهذه الطريقة الإشارة للفار في هذه المباراة يعني أقول لكم بعض الوقاية لأنه لو ما ظهرش فيها الفار هيظهر إمتى بالمناسبة تقنية الحكم الفيديو المساعد في القرارات المؤثرة يعني كرة جون ولا مش جون في صيد ولا مش في صيد وفي صيد في دائرة الخطورة ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء اللعب ده يطرد ولا ما يطردش حتى في الإنذار لا إنت بتتكلم في القرارات المؤثرة في نتيجة المباراة طيب لما يبقى عندي أربع لعبات كانوا واضحين جدا للرجل الحكم ده وما طلبش فيهم الفار ولما اللعبة عادت تقول له عاد يحذرهم ممنوع أي لعب يشاور لي أنه يطلب فار وإلا هياخد انذار الدياء واحد وعشرين غنف مبرح من فرجان ساسي ضد ألو ديانج في رجله في رجله شوف الحكم فيه طيب مفيش أهي أهي ده فرجان ساسي بص على الحكم يعني ما هو توجس الخيفة توقع أن فيها حاجة لا بصوا بصوا ده الحكم رجله في رجليهم وما فيش حاجة خالص فاول تشكر الدياء خمسة وعشرين القوع اللي فيه طرد بقى اتفضلوا القوع اللي أي حكم دلوقتي بيطرد فيه على طول لأنه ضربة فيها من الغد ما يكفي فرجاني في وشي أفشل ولا ولا فاول ولا انذار ولا فار اهو اتفضلوا دي على طول فيها طرد لو فيه فار هيقولوله تعال اتفرج ومدام اتصور بالوضوح ده يعني لو فيه فار جوه كان المفروض يكونوا فوقوا ونبهوه وازاي هو مرضاش يحسب ليه عشان ما يبقينش انه شافها طيب الدياء 88 الكارسة الشهيرة بتاعة حزم امام مع كهرباء اللي بيلعب قاوت يعني مش في حالة اشتباك رمي التماس كهرباء ماسكه الكرة وهلع اهو وسايب اللعب اللي رايحاله الكرة ورايح على كهرباء اهو تواخد بالك اهو هاتها من الكادر الواسع يعني دي في دي عين وتمانية واحد بيرمي قاوت تجري على مين استنى اهو لا وخد بقى التربص ده كهرباء في الجناح اليمين تفهمني حزم امام جاي من ناحية التانية ايه تعليمات انه يضرب كهرباء في سكته اهو في سكته لا في سكته اه بس بس ده بيلعب درمي التماس يا يا والنتيجة صفر الصفر يعني انت اصلا معترض على ايه مش شوال ايه ايه القفزة دي يعني في ركلات الترجيح كان بيلعب على كرة مثلا في ركلات الترجيح والحكا ما كنه ما شافش حاجة اهو لا ركلات ده لفار ده عايزة يعني ركلات الترجيح دي اللي مضحكة بقى لانها متكررة وكأنها اصبحت حصانة الركلة الرابعة المؤسرة لهاني وبيصدها ابو جابل بصوا بقى تعديل القانون الحارس عند تزديد ضربة الجزاء احد قدميها على خط على خط المرمى يعني ممكن يقف برجل على الخط والرجل التارية متقدمة سنة ماشية لكن لو شفت الاعادة وهو بكل جسمه متقدمة اهي شايفة من وراء متقدمة الحارس لما بيعمل كده القانون بيدي له انظار على طول اهي هتيجي اعادة لها اهو اتفضلوا هو واقف فين اهي الراكلة بصوا فين برجل الاتنين قد رجل الاتنين قدام الخط لما بيستفيد من التقدم بتاعه ده بتتعدى الراكلة وبياخد انظار ده كان ده النص الصريح ده كان الاعتراض على جنش انه ما اطردش اه لانه مغاق بقى يعني بص واقف فين فاتقول لي فيه فرق لا وفيه وانا عايز بتاع الديانج برضو فيه اعظلوا فيها هذا القروة ما هتتعرضت اه فرجاني ساسي في رجلي ده قاله ديانج لا لا لدربة جزاء بتاع باجي اهي بص بص ضربة جزاء بتاع باجي برضو اللي صدد اهي شوفوا الراجل واقف عديني شوفها برضو طيب النادى الالي يعني جلسة مهمة جدا برئاسة الكابتون محمود الخطيب وحضور السادة اعضاء المجلس نقش الوضع من كل تفاصيله بعد قرارات اتحاد الكرة وكان هذا البيان يأسف النادى الاهلي لا يتسطر على خطأ بداية اول كلمة ده ما يصحش يأسف النادى الاهلي للأحداثة التي وقعت عقل مباراة السوبر المحلية التي اقيمت على ارض الامارات الشقيقة والتي تستحق كل الشكر والتحية وانطلاقا من ثوابة النادى الاهلي ومبادئه الراسخة على مر الاجيال فان النادى لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم ايا كان موقعه يعني هي دي لشي استعداد لأدافع لعن اي لاعب اخطأ ده الحرص ان يتصدر البيان موقفنا المبدئي بالزبط تجاه اخطاء الناس اللي تابعنا بالزبط انا بأسف للي حصل بشكر واحي واوثمن الاخوة في الامارات على كل ما بازلوه من جهد رائع يستحقوا عليه كل الاحتفاء والاتحية وبقول لكم منيش لم ولن اتسطر او اتجاوز عن اي خطأ لاي حد عندي ولكن يبحث دائما اللي هو الالي عن العدالة ومعايير واحدة يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز انا ما قلت لكش ان انا على رأس ريش انا بقول لك انا عايز المساواه العدل بين كل الاطراف المتنافسة ما اعتقدش المطالبة بابسط قاعدة نفسية يدايق حد وفق نصوص لائحية وقواعد قانونية لذا حرص النادي الاهلي على استجلاء الحقيقة كاملة من خلال تقرير السيد رئيس بعثة الاهلي في ابو ظاب اللي استاذ خالد درندالي امين السندوق وتقرير مدير جهاز الكرة والاجتماعات التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع كلاي هما مع الكابتن سيد ومع الاستاذ خالد درندالي بهدف اتخاذ اجراءات رادعة تجاه اي متجاوز وعقابه قبل الدفاع عن اي مظلوم شوفوا بيان مجلس الادارة انه رئيس النادي قاعد مع رئيس البعث ومدير الكرة عشان يقولولهم قلولي اللي حصل ايه الغلطان قبل المظلوم علشان هعاقب اي حد تجاوز واخطى في تمثيل الاهلي قبل ما دافع عن اي حد مظلوم وبالتالي على الجميع وفي مثل هذه الظروف ان يتحمل مسئولياته خاصة ان النادي الاهلي قد نبه مرارا وطرق كل الابواب المشروعة على مدى ما يقرب من عامين كاملين بنتكلم من هيام سرواتسويلا وخاطب الجهات المعنية الرياضية دي قضية الشكاوي وغيرها مرات ومرات لايقاف الخروج عن الاداب العامة والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري لسيما من جانب المسئولة الذي يكيل السباب والشتام على الشاشات ليلة نهار ويخط في الاعراض ويوزع الاتهامات ويحرض على العنف والكراهية ويهدد هذا ويتوعد زاكا سواء كانوا حكاما او مسئولين او اتحادات رياضية دون حسيب او رقيب وتسبب هذا المسئول في تأجيج مشاعر الجماهير بتجاوزاته وكان من الطبيعي ان يندرج تحته ذات يوم من يرتكب الافعال الفاضحة ويسيء الى كل المصريين بصفته المسئول عنه وقدوته اه يطلع زي بالزبط ويسيء الى كل المصريين على ارض دولة شقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية لذا من تقع عليه المسئولية بالدرجة الاولى تجاه هذه الاحداث المؤلمة هو من ترك هذا المسئول يعبثه في الوسط الرياضي كيف هما شاء رايح لها قوي رايح للمسئولية في صاممها اللي حصل في احداث السوبر دي ثمار شجرة الحنزل اللي شوفه مين زرعها ومين رواها ومين سكت عليها ومين سابها تكبر علشان تطلع الثمار المرة اللي انتو شفتوها خاصة ان انا لجأت للمسئول ايه عن الكورة اكتر من مرة الان والامس ايه واول امس ها بوقاع دامغة وطلب التحقيق وطلب تقولوا ان تم فيه محاجب يرد عليك ايه فمن الطبيعا يحصل تمادي ايه بيقولوا ضاربا باللوائح والقوانين عرض الحائط وفي المقدمة اتحاد الكورة ها حددها والقائمون عليهم الذين لابد ان يكشفوا للرأي العام انطقوا بقى سر صمتهم ووقوفهم مكتوفي الايدي حيال هذا المسئول وعدم تطبيق اللوائح تجاهه قلوا لنا اتكلم والاكتفاء بمعاقباته شكليا وان يدركوا الان حجم الخطأ الذي ارتكبوه عندما تجاهلوا عن عمد التحقيق في الشكاوة العديدة اللي النادي بعدها لا انا بقوله التي تقدم بها الناديا مدعومة بالمستندات في حق هذا المسئول الذي سب وقزف وشتم واساء الى سمعة العائلات كما يتحمل اتحاد الكرة ولجانه المسئولية ايضا لان معظم قراراتها التي صدرت على لجنة الانضباط والاخلاق في السابق لم تكن منصفة للعدالة ولا للوايح بل اتسمت بالتوازنات والمسكنات وليعلم الجميع بيان مجلس دارة النادي الاه وليعلم الجميع ان النادي الاهلي قبل اسبوع فقط ارسل خطابا رسميا الى اتحاد الكرة يحذر فيه من مغبة التفاوت غير المبرر في العقوبات الصدرة عن لجنة الانضباط والاخلاق خاصة في المواقف المتشابهة بل ان هذه اللجنة تتخذ العقوبات وتقوم بتعديلها بعد اقل من اسبوع حاجات تدحك يقولك اكتفاء بما تم افراج نص افراج بعد انقضاء ربع المهلا وبنتكلم على الاخلاق وبنتكلم على الرد وحماية الانضباط بيقول بيان النادي الاهلي ولا يعرف احد الاسانيد اللقاحية عند توقيع العقوبة ولا عند تعديلها هو في نقطة هنا بس اه في العالم كل اي من حق من يظهر بشأن يعقوبة ان يتظلم خصوصا مش خصوصا اذا زادت العقوبة عن اللقاف اكثر من ثلاث مباراة فانك تتظلم وتتعدل النتيجة سواء بالتخفيف او التغليز امر وارد بس اللي مش وارد انك ما تعرفش لا سبب التخفيف ولا سبب التغليز ولا سبب العقوبة من اصله ليه هو ده الجزء الخفي اللي لازم يظهر بقى طيب بيقول الاهل في البيان خاصة ان القائمين على اتحاد الكرة اصروا على التصدي لكل من حاول التعرف على اللائحة المنظمة للمسابقة ولقد ارسل النادي ثلاث مكاتبات رسمية للاتحاد منذ بداية الموسم يطلب نسخة من لائحة المسابقة ليعرف ما له وما عليه اله بقى ولم يتلقى اي رد حتى الان وبنفس منطق عدم الشفافية الذي تنتهجه اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة والذي يتعارض مع التطبيق الواضح لللوائح راحت تتعامل مع احداث مباراة الصبر لطمس الحقائق بعقوبات جائرة بحق لعيب الاهلي وانصفت من ارتكب الفعل المشين وخدش الحياة ومعه من اشع على غضب الجماهير واستفز مشاعرهم كل ما سبق وفي ضوءه اجتمع مجلس دارة النادي في جلسة طارية مساء اليوم واستعرض كل الاحداث للحفاظ على حقوق النادي المشروعة وقرر واحد رفض كل العقوبات الصدرة عن لجنة الانضباط والاخلاء باتحاد الكرة في حق لعيب الاهلي وعدم الاعتداد بها ليه مش فاتوانة لكن للأسباب التالية اولا عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم اختارنا بها ولا نعلم عنها شيئا رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقى اي رد علما بان قيام اللاجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها ومثل هذه العقوبات ووفقا لللائحة الاصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات للجنة الانضباط هنا بقى في عدة انك طلبت ثلاث مرات هاخد من كلام رئيس اللجنة بالامس مع استاذ عمر قديب استاذ عمر جنيني بيقول ما هي موجودة على موقع الاتحاد اي اولا ده رد غريب جدا ورد غير اه مسؤول بالمرة لان مفيش حاجة اسمها كده ابعتلي اللايحة مختومة ومطبوعة وموثقة وتبعتها لي لي اول كل اطراف المسابقة هناما المفاجأة الكبرى يعني كابتن اسلامي الشاطر عمل شغل كويس هم وركة هايل جدا على الهوى بالامس قال لهم طب تخشوننا على موقع الاتحاد مفيش حاجة على موقع الاتحاد رحوا منزلينها النهار انبارع بالليل بعد البرنامج بقى بساعتين طلاجة نزلت اه لما قال لجمالي الاهلي دوروا معي ممكن انا مش عارف ادور اه طيب وقرر الاهلي ما يلي رفض العقوبات اولا عقوبات صدرت وفق اللائحة ثانيا عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح وهو ذات اللعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لامور معظمها مرتبط بالانفلات الاخلاقي ثالثا انت جهلت لجنة الانضباط والاخلاق لويح الاتحاد الدولي وكلت القدر عندما قابت بتوقيع عقوبة انتقامية انتقامية لو شفت اللقطة الاستاذ عمر الجنيني وهو بيسلم على كهربا ميدي له وشه بعيد لو موجود يا شوارب يا رت انتبال بيسلم عليه وهو بعيد كمان هو متجهله تماما مش عايز يبصله عشان تشوفوا اللقطة دي هي اللقطة اللي جابت لكهربا او اللي كشفت عن ليه كهربا ياخد اشد العقاب بصوا ادي كهربا لا شوفوا مع ياسر ابراهيم بقى ده مع ياسر ابراهيم بعد ما مشي بصله حتة بصة اه يا رب تنلحق انا شوف شوف لنا ياسر ابراهيم طيب تجهلت لجنة الانضباط والاخلاق لوائح الاتحاد الدولة بيقاف لنهاية الموسم دون اجراء تحقيق معه وهو امر تم النص عليه في لوائح الفيفا تبتعاقب واحد لنهاية السنة هبص بص شوفت بص يرجع باللقطة اللي فاتت دي بص 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 بي بص له ازاي البصة دي لأوافته شايف منتال حب طيب رابعا عقوبات جاء في حيثياتها التي أعلن عنها اتحاد الكرة عبر موقع الرسم أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة النقلة لأحداث المباراة والاستوان المدمجة التي قدمها بص فشغة البوحة بقى والصحللة يعيني هنا أستاذ عمر هي الفكرة هو محدش هيقدر يتكلم مع حد على انتماؤه لكن في موقع مسئولية يحتم ويلزم ويلزم والنبي ده واحد هتوقفه تحت أي سف قولي بقى لما يكون الاحتفاء والحفاوة بلاعب أخطأ هذا الخطأ الفادح اللي فعلا أخجل كل الناس اللي في المدرجات تنتظر ايه عايز عقوبة ازاي ونزلهم في الممر تحت عايز عقوبة ازاي ودي زناتي يا سيدي غير ما أقول بالمناسبة السادة رئيس وعضاء لجنة الانضباط في اتحاد الكورة لأنه في معلومات من داخل الاتحاد أنه ما عرض عليهم من تقرير الأستاذ حسام الزناتي هو اللي شايل الليلة الكهرباء وتجاهل تماما زكر أي شيء باللي عمله حازم إمام وما فعله طريح حامد والألفاظ اللي قالها طريح حامد واللي حتى عبدالله جمع هل لجنة الانضباط لها الحق في أن هي ترجع تشوف اللي حصل أو تطلب هي بتسيبك من لغة الشفايف يعني لو أي حد ارتكب كل هذه المبقات وظهرت أنت مش هتاخد بيها هل كل العنف اللي حصل مش هتاخد بيه هل الأحداث وأسبابها مش هتاخد بيها هل ما قدمه عسام الزناتي مرائب المباراة ومدير لجنة المسابعات للجنة الانضباط قدت إلى هذه العقوبات هل ده يكفي ده له فلاشة هل فلاشة الزناتي كافية عن عايزين نشوف لجنة الانضباط عايزين نشوف فلاشة الزناتي بيقول بيان النادي الآلي عقوبات جاة في حيثيات التي أعلن عنها اتحاد الكرة في قصة كذا اتنين ارسال شكوى النادي قرر ارسال شكوى للاتحاد الدولي ضد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الكرة لأنه معين من قبل الفيفا تخلى عن حيادي وهو في موقع المسؤولية وراح يشعل غضب جماهير الآلي بالاحتفال مع لعب الفريق الذي ينتمي إليه في الممر المؤدي إلى غرف الملابس الخاصة بهم وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية ولم نكن نتمنى اللجوء إلى هذه الخطوة لو لا خروج رئيس اللجنة المؤقتة عن كل حدود مسؤولياته وكانت تصرفاته دعوة للتعصب في الشارع الرياضي وبيقول المجلس في بياني في البند الثالث اتخاذ فيما قرر اتخاذه اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقاً للوايح الاتحاد الدولي واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميساق واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية الكاس لإلغاء هذه القرارات اللي بيرفضها الأهلي التحفظ على السياسات وأداء اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوايح والقوانين على الجميع لحين انتهاء فترة التولية المسؤولية خاصة بعد القرارات المتناقضة التي اتخذتها في هذه اللجنة في الفترة الماضية والتي انحزت فيها للبعض على حساب الآخر الأمر الذي يعكس عدم وقوفها على مسافة واحدة من الجميع ده الأمر الواضح جداً في بيان شافئ جداً أعتقد موقف مجلس إدارة النادي الآلي بيأكد فيه أنه هكذا تكون جهود الحفاظ على قيمة الآلي وسمعة الآلي ومكانة الآلي وحقوق الآلي ليكون الآلي دائماً أستنى بس قبل ما تقفل عايز بس أحط في 30 ثانية بالصورة جنب بعضها اللي حصل للنهاردة وما ثبت من تحايل لعدم التوجه إلى الملعب والأوتوبيس اللي بينزل وبيغير مصاره وبيتباطق وبيقف وبيتصلح بعدين ما صرح به لتعاده كرة أنه طيقت من الأمن أنه كان كل شيء ميسر ولا يعوق الوصول في الموعد الماشهد ده ها حطه مع ما عرضناه ها وما قاله الأستاذ عقوب السعدي وما نشرناه والصور اللي بتقول عشان تعرف أنه أنه لتوبيس كان موديل 2019 ولم يعطل ولم يعطله أي عطل وأنه الأمن بازل كل جهوده توبيس الكرة بتاعنا ولا عطلان توبيس الكرة من رغم أنه موديل عشرين شفتوا تصرفات الأهل في الحفاظ على حقوق الأهل والاستعداد بقوة لمباراة سندونز ليكون الأهل دائما زين النوادي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله ويبقى الأهل زين النوادي